موسيقى موسيقى أهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة النادي الأهلة وبرنامجكم المميز دائما الأهل الليلة الأهل الليلة دائما بسعد بصحبة زميل محمد سعيد مسأل فقول لها محمد مساء الخير زميل العزيز إيهاب الخطيب أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهل في مصر وفي الوطن العربي الكبير في برنامجنا نرى بتأكيد الأهل الليلة وعندنا حديث كثيرة في هذه الحلقة بتأكيد الأهل بيستعد للمرحلة القادمة والمنتخب وتفاصيل كثيرة في هذه الحلقة زميل إيهاب أكيدها محمد في تفاصيل كثير مبروك للمنتخب المصري اكتياز مباراته بالأمس وإن شاء الله المباراة القادمة إن شاء الله تؤكد وجود المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية حتى الآن بالكاميرون 2019 كل التوفيق للمنتخب المصري ألف سلامة للنجب الكبير محمد صلاح إن شاء الله اللي يعود في غضون أيام لكن هو هيكون متوجه إلى إنجلترا لناديه ليفربول لكن إن شاء الله ألف سلامة يا أبو صلاح وإن شاء الله خلال أيام زي ما قال طبيب المنتخب محمد يكون موجود ويشارك إن شاء الله بإذن الله نتمنى يا رب الأهم بطبعا شفاء محمد صلاح وجاهزيته خلال الفترة القادمة الموسم يبدو من بدايته كده هيكون على المستوى الشخصي صعب جدا لمحمد صلاح لأن الناس كلها بتنزل محمد صلاح بصورة والطريقة وبأداء مختلف تماما عن الموسم المواضي لأنه خلاص وصل للقمة فالناس منتظر منه تشوفوا على القمة دايما وينافس كمان على المستوى الأفضل في سلاسة لعبين على العالم خلال الفترة القادمة لكن بالطبع كمان بنبارك المنتخب مع الوطني على المكسب بالأمس سلاسة نقاط هامة جدا في إيجابيات وفي سلبيات لكن المهم في المرحلة الحالية إن كمان أجيري والجهاز الفني يعني يكتسب السلاسة نقاط في المباراة القادمة في سواتيني ثم يعود إن شاء الله بعد كده ويستعد المباراة تونس والمرحلة القادمة بقى في مرحلة مختلفة تماما قبل بطولة الأمم زي ما أكدت زي ما ليهب حتى هذه اللحظة البطولة في الكاميرون خلال شهر يونيو من العام القادم أما حكما أنا محمد الأمور تمشي بالشكل المطلوب لأن من الغريب جدا أن ينشر محمد صلاح صورته مع شبل من أحد الأولاد اللي بنزله بعالم الفير بلاي والهم يعني بيبقوا أشبال الكورة اللي بيجيبوا الكور بواقفين مع المنتخبين وهم نزلين ينشر صورته مع الناشئ بشكل معين وهم بيبصل بعض وتحقوا شكلها الزريف جدا كان الغريب إن محمد صلاح بعد ما الصورة تنزل وتقعد ساعات الصورة تتشال ويتشال الرعاية من على التيشرت اللي لابسه الولد وتحط الصورة تاني ففي أمور كده متلغبطة شوية وفيه جوابات جديدة وفيه مشاكل مش عارفين لها إيه ولكن أنا أجزم خلاص أجزم أن هذه المشاكل بتأثر على محمد صلاح نفسه في الملعب ربما يكون محمد الشكل بعيد أنه هو مش باين أنه هو طرف وأن الوكيل أو المحامي بتاعه هو اللي بيبعث الخطابات لكن لا شك أن الموضوع ده عمل خلافات كتير ويبدو أن الطرفين ساعات كل أحب يفكر لوحده ولكن في النهاية كلمة الوكيل أو المحامي هي اللي بتمشي والدليل الصورة اللي فرح بها صلاح ورفحها على الأكاونت الشخص بتاعه بعدها بسعب يشيلها ويشيل علامات الرعاية اللي على تشيرت الولد الصغير ويحط الصورة تاني أعتقد دي بيتبين حاجات كتير جدا لكن كل اللي يتمنى لمحمد صلاح هو التركيز والتركيز فقط في كرة القدم يا أبو صلاح وشد حيلك عشان زي ما قال لك كده محمد سعيد موسم صعب جدا ربنا وفقك الصورة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك إن محمد صلاح خارج تركيزه تماما عن كرة القدم زي ما أكدت زميل العزيز إيهاب الخطيب محمد صلاح يعني الصورة اللي نزلها أول مرة صورة بتعبر عن ما بداخله ومشاعره بالنسبة لي كلاعب في المنتخب الوطني ومع لاعب صغير في السن أو ناشئ صغير في السن بينظر لقيمة واسم محمد صلاح وهو بالتأكيد في مكانه في مكان هذه الصورة لما كان لاعب صغير وناشئ في السن كان بالتأكيد بينظر في هذه الصور لنجوم وكبات بارزين في منتخدنا الوطني في فترة التسعينات وفي الألفية الجديدة لكن محمد صلاح بهذا المشهد اللي حصل النهاردة عبر صفحته الشخصية بيأكد فعلا أن وكيله أو مدير أعماله للأسف يتدخل بشكل كبير جدا مش أتكلم فيه الأمور التجارية أو التعاقدية الخاصة باللاعب إن ده شغله كمحام وكمدير أعمال لللاعب لكن كمان رايح فيه مرحلة كمان تشتيت وتركيز اللاعب إنه يروح دايما في السكك ديت محمد صلاح لمنازر الصورة في الأول بشكل طبيعي ده بيدل على مشاعر لاعب فرحان بهذه الصورة ونزلها بشكل تلقائي يعني مش للدرجة أنه ممكن تحسب عليها لاعب بالشكل ده لكنك تغير في الصورة واضح إن التركيز للأسف رايح فيه مرحلة تانية وفيه سكة تانية والموضوع بصراحة نحس إنه أفور قوي وزاد عن حده لأن المسألة مش محتاجة كل الدوشة دي لأن انت في الآخر صورتك دي وانت بتشيرت المنتخب الوطني مش بتشيرت نادي لفربول أو صورة شخصية ليه صورة اللي انت صورتها داخل استاد السلام دي صورتك وانت بقميص المنتخب الوطني والرعاء الموجدين هم رعاة القرى المصرية وبالتالي كنحية تعقدية وكنحية قانونية لا يوجد فيها أي أزمة ولا أدنى شك بدليل محمد صلاح لما بلعب مثلا زميل إيهاب في كاس الأم الأفريقية أو في كاس العالم وفي خلفية الصورة عنده مثلا في رعاء للاتحاد الأفريقي أو حتى للاتحاد الدولي هل يستطيع أن يمحي الصورة بالإعلانات الموجودة فيها لا أعتقد لا يستطيع مجرد أعماله أن يجرؤ أن يتحدث مع صلاح ويطلب منه أزالة الإعلانات لأنه بالتالي عادي بقى مخلفة كبيرة جدا على اللاعب نتيجة مشاركته في مباريات رسمية أو دولية مع المنتخب الوطني شوف احنا مركزين في حتة واحدة محمد لكن الصورة فيها أكتر من بعد أنا بس يعني حبيت أخذ بعد بعد لو بصنا للصورة كويش ولو معنا نعرضها بعد اللي حصل فيها جرافكس اللي حصل فيها لأن حتى الشركة الرعية هي في الخلفية محتوطة برضو تمست يعني خذ بالك الشركة الرعية بتاعت المنتخب نفسه بتاعت الكرة المصرية بريزنتيشن يعني في الصورة التانية مش صورة تشيرت الولب بس لا ده الصورة التانية كمان كانت خلفية في الملعب فبرضو مطموصة يعني الكلام ده معرفش أنا مليش أن أتدخل أو أتكلم في أمور معانا لكن الكلام ده بقى أصبح في نوع من هقولها بصراحة الاستفزاز إحنا كلنا كلنا مئة مليون مصر في ظهر محمد صلاح وعايزينه يتقدم وعايزينه يقدي بشكل كويس وعايزينه يرجع وكلنا مبارحة تكلمنا بعد الهدف اللي جابه قلنا ضمنا جايزة بوشكش يعني ضمنا جايزة أفضل هدف يعني في العالم بتصويت لأننا جايزة تصويت جامهيري وقلنا إن شاء الله يعني على سبيل الحماس وعلى سبيل الدعابة وعلى سبيل التشجيع لصلاح وقلنا الكلام ده ولكن في بعض الأمور زي ما قال زميلي محمد سعيد تحتاج لوقفة تحتاج لوقفة يعني أنا مش شاي ما عنديش مشكلة أن يحط صورة ويشيلها ويلعب فيها مع أن الصورة ما يتلعبش فيها تماما تماما الصورة هي يعني الصورة هي دي الأصلية أشوف كل حاجة باينة هي يا بعيد عني شوافة زميلي بقول لي دي الأصلية دي الأصلية هي فكل حاجة باينة على التيشرت بتاع الولد وفي الخلفية الشركة الرعية مكتوبة لو حطيت لي بقى الصورة التانية عفش برضو التمجيزة ولا لا الصورة التانية لو حطيتها هتلاقي بقى طبعا مختلفة خالص التيشرت مش هيكون عليه أي حاجة خالص بتاع الناشئ الصغير وفي نفس الوقت الخلفية في الشركة الرعية يعني طمسة خالص لكن هو أحلى ما في الصورة هي الدحكة اللي موجودة ما بين صلاح وبين الناشئ دي أحلى ما في الصورة ودي الرسالة اللي كلنا فرحانين بيها واللي صلاح فرح بيها وصلاح خدها كده على ساجيته وطبيعتها وحطها على صفحته فالنظام حلو من البداية إذا كان فيه حاجة ما كانتش تحط الأول الصورة أو تتغير عايز أتكلم في الصورة كتير لكن عايز أقول لمحمد صلاح كلنا في ظهرك في أي وقت كلنا معاك ودي الصورتين أقول اللي فوق الأصلية واللي تحت اللي يعني اللي تغيرت وتحطت تاني الناس تقول انتوا مكبريوا الموضوع انتوا انتوا بالعكس احنا تكبير موضوعا ده هو تركيز مع محمد صلاح عشان ربنا يكريمه تركيز ان محمد صلاح يركز في الفنيات يركز في كرة القدم يركز في الضحكة الصفية دي الضحكة الجميلة دي يعني بصوا أسعر دي أحلى لقطة في المباراة أحلى لقطة في المباراة ناشئ صغير شايف المسل والقدوة محمد صلاح مسل وقدوة مش لطفل صغير ولا الناشئ ده لمية مليون مصري لكبير والصغير في تحقيق ده أهداف وطموحات وحاجات كتير جدا شوف بقى الابتسامة ده مبتسم وده مبتسم محدش خد باله خالص خالص يا صلاح ان في رعاية وفي تشيرت عليه رعاة وشركة كذا وشركة فيش خالص محدش خد باله ان في الخلفية في شركة بريزنتيشن محدش خد باله خالص 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 انما بعد ما انت شلت الصورة وحطيتها تاني كله خد باله ولكن يعني نتمنى جميعا جميعا ان تركيزك اكتر يكون في المباريات عندك منافسة صعبة جدا كلنا في ظهرك وكلنا بنقول لك ربنا يكرمك وربنا يوفقك واللي جاي لك احسن وجاي لك افضل بفضل ربنا وبدعاء كل المالين اللي هتفضل وراك اكيد في حقوق انت بتحرص عليها لكن صعب جدا ايه جواب تاني ليه المنتخب المصري قبل المبارة بمشارة يتقال فيه بالنص مدومتم بعدتوا تاني لصلاح انه ييجي ده معناه انكم وفقتوا على طلباته مش هعلق على الخطابات دلوقتي ولا هنكون طرف لكن في امور كبيرة لازم تحسن من اتحاد الكرة في حقوق عشرين مرة وخمسين مرة ومئة مرة هقولها تاني احنا ما اخترعناش العجلة العجلة دي موجودة في كل الدنيا يعني ما اخترعناش صفة اللاعب مع متخب بلاده وصفة اللاعب مع بلده وصلاح طالقه قبل كده عشرين مرة وقلت لكم محمد صلاح ببدلته حاجة بقى ميس ليفربول حاجة بتشيرتي المنتخب حاجة كل واحد لومه لومه عليه كريستيانو وميسي ونجوم العالم كلهم كلهم متقسمة قصة هو احنا ليه ما حدش عايز يتلعقول يا جماعة الحقوق كذا واللي لنا كذا واللي علينا كذا وانخلص القصة دي بدل ما كل شوية جواب رايح وجواب جاي اتحاد الكورة المهندس هنا بريدة وقفة ومن اول السطر كل واحد يعرف ايه اللي ليه وإيه اللي عليها محمد عشان نبدأ حلقتنا ونشوف عندنا ايه محتاجين نبدأ حلقتنا بالتأكيد مصير مهمة لا تقل اهمية بالتأكيد عن مباريات المنتخب وموضوع محمد صلاح مع المنتخب والإصابة نتمنى يا ربي بإذن الله يكون سليم وجاهز للفترة القادمة ويمكن برضو زمالي يهاب قبل ما انتقل للفقرات الحلقة في سؤال صغير كده بعد هذه الصورة النهاردة الكل على السوشيال ميديا ابتدى يطرح أسئلة محمد صلاح أصيب وبالتالي استبعد من المباراة القادمة وستوجه في الساعات القادمة إلى إنجلترا والاستعداد للمرحلة القادمة طيب ماذا لو شارك في مباراة منتصف هذا الأسبوع مع ليفربول أمام هيدرسفيلد في الدول الإنجليزي هل تتوقع رد فعل السوشيال ميديا سيكون بأثر سلبي وعكسي في ظل كل هذه الأسبوعات هتتخذها مني يا محمد هيدرسفيلد في الدول الإنجليزي هتتخذها مني هيشارك هيشارك آه لأن الإصابة اللي عنده مش إصابة طويلة برضو الناس لازم تفهي هي في العضلة الضمة لكن محتاجة يومين ثلاثة فبالتالي تمنعه فعلا من مشاركة في المباراة المقبلة ولكن يكون جاهز للمباراة اللي ربما تكون مع الليفربول قريبة فدي ما فاش يعني دي ما فاش البعض بقى بيتكلم بشكل كبير جدا حاشا لله أن نتحدث على محمد صلاح محمد صلاح وحط تحتيه اسمه مليون قط المصري المحترم الوطن اللي بيحب بلده شاس حد يجي جنب الحتة دي خالص ولا في السوشيال ميديا ولا في الكلام ولا نفضل نركز عليها هيتقال وهيتقال مش عارف أصله هريب أصله ميشي أصله عمل اللي هو عايزه يا جماعة أرجوكو بلاش تعمله خصومة وبلاش تعمله عداء وبلاش تخذف الراجل أو تتكلمه في حاجة اوعوا تفتكروا أن الراجل اللي وقع وقع من طوله في الملعب في مباراة الكونغو وقام وصله بطوله وصله بطوله المنتخب ويركز في ضرب الجزاء يعني ما يحطهاش غير واحد مركز بشكل كبير جدا وقدى موسم استثنائي وكان عنده مشاكل مع المنتخب خلينا نقول اللي كانت مشاكله أكتر من نحن من عندنا احنا حتى في روسيا وانعكس عليه الأمر حاجات طويل محمد صلاح اللي كان مصاب فعلا وما ينفعش يلعب مباراة كاس العالم ولعب هو ده محمد صلاح محمد صلاح اللي تقارير الطبية كان بتحذره نيلعب محمد صلاح اللي كان عنده تحذير قبل المباراة انه يلعب هذه المباراة ولعب فالحتة دي محمد هيبقى صعب طبعا السوشيال ميديا تتكلم فيها وحتى لو السوشيال ميديا تكلمت فيها دورنا اننا ننضح الأمور الهن بالفعل ان شاء الله الفترة القادمة تكون فترة جيدة على كل لعاب المنتخب بلا استثناء وعلى منتخبنا الوطن لكن ندخل بقى في فقرات النهاردة برنامج الليلة نهاردة عنه كل فقرة فيها فكرة جديدة أولا طبعا خلال الفترة القادمة عندنا حدث مهم جدا ومباراة مهمة جدا مباراة الأهلي ووفاق ستيف أو تحديدا مباراة وفاق ستيف الجزائري أمام النادي الأهلي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا مباراة هامة جدا بالتأكيد في الفقرة الأولى هيكون ضفنا النهاردة ضيف استثنائي الكابتن حسين شكري أحد نجوم النادي الأهلي السابقين واللي بالتأكيد ابتعد لفترات طويلة جدا عن الظهور الإعلامي هنا طبعا فيه قناة النادي الأهلي هيكون ضفنا النهاردة يتكلم عن هذه المباراة وكيف يستعد الأهلي لهذه المباراة وقبل إداءة هذه الفقرة الحوارية يكون فيه تلفون مهم جدا مع تدريب فريق النادي الأهلي في ملعب التتش هيكون معك بالتأكيد زميل إيهاب الخطيب سواء المكالمة التلفونية أو حتى الفقرة الحوارية الأولى ثم الفقرة الحوارية الثانية فيها تفاصيل جديدة فيها فكرة مختلفة عندنا لعبة حققت إنجاز جيد جدا أنا بسميها بنت مصرية على طريقة عالمية ريم أشرف عملت رقم قياسي يمكن موصوعة جنس العالمية حتى هذه اللحظة رفضت الاعتراف بهذا الرقم القياسي لظروف عن يعرفها في الفقرة الحوارية الثانية لكن هتكون في النهاردة دفتنا بنت مصرية على طريق العالمية وبالمناسبة بنت النادي الأهلي ريم أشرف اللي عملت رقم قياسي نجحت في البقاء تحت الماء لمدة تجاوزت 56 ساعة في تفاصيل كثيرة في هذه الفقرة هيكون كمان معنا والدها ومعنا الكابتن المدير الفني الخاص اللي يتعامل معها في هذه الجزئية والأداء المتميز في الغطس لمدة أكتر من 56 ساعة تحت الماء الفقرة الحوارية الثالثة بالتأكيد النهاردة يوم السبتة هيكون معنا الكابتن خالد العوضي وعنده تفاصيل كثيرة النهاردة بيستضيف بالتأكيد فريل اسكواش في النادي الأهلي أي عدد من اللاعبين والكابتن ناصر زهران المدير الفني لكن بالتأكيد أرجع لك بسرعة زميل الإيهاب الخطيب لبداية هذا الانترو وتليفون مهم جدا من ملعب التش عشان نتطمن على الفترة القادمة ومباراة وفاق أستيف شكرك زميل محمد أكيد حلقة مليانة نهاردة بالضيوف الكبار خلينا نروح سريعا لمقار النادي الأهلي وتحديدا ملعب مختار التش وزمننا أحمد كوان علشان يطمننا على تدريب الفريق سأل خير يا كوان سأل خير عليك معلش الصوت كان قطع هتفضل لكوان هلو كوان سمعيني كده أنا سمع حضرتك كوان ياريت يا جماعة نقفل ونجيب كوان تاني الصوت مش واضح لكن أحمد كوان مرسلنا موجود وموجود في تدريب اللي ليس خلصان بقاله تقريبا يعني دخلين على ساعة خلينا لكم خبر حلو بقى لمكوان يقول وشوفه عنده ولا لا أحسام عشور أصبح جاهزا تماما للمشاركة إن شاء الله في مباراة وفاق اسطيف لا تكون يوم 23 عدد من الإصابات هيكون موجود الفترة اللي جاية الفترة اللي فاتت كان فيه عدد من الإصابات الكبيرة جدا والفترة اللي جاية هتكون أفضل إن شاء الله نادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي كان عندهم اختبارات صعبة جدا بعد ما كانتش عاجبوا الأداء أمام الاتحاد رغم الظروف ورغم الغيابات كذلك أمام الترسانة في الكاس لأن دايما كل بيقول لك هو الأهلي هو الأهلي 11 لعيب لابسين التشيرت الأحمر هم دول الأهلي نرجع مرة تاني لزمينا أحمد كوان مسألفوا لأبو حميد السيد الخير عليك مستدعيب مستدعيب على زميل محمد سعيد دايما الأميكة في زميل محمد سعيد تحياتي لك أكوان وطبعا تحيات زميلي محمد سعيد خلينا أقول لك تمرينة مهمة جدا الأهلي بيجهز لمباراة مهمة نصف نهاية أفريقيا مباراة وفاق ستيف في الإصابات طمينا كوان أكيد أنت أمران بريق ندلالي اليوم وأحمل عنوان نصفه تركيز في إطار السداد وفي إطار السداد وفي إطار دوري أبطال سوكة أمام وفاق السفل الجزائري وفي إطار السفل الجزائري وفي إطار السفل الجزائري أعتقد فيه مشكلة في الصوت خلاص ممكن نعمل مداخلة إن شاء الله في فقرة الضيف لكن إن شاء الله كل الأمور هدى ماشى بشكل كويس بعد الفاصل هيكون معنا الكابتن حسين شكرا نتكلم في أمور كتيرة جدا وبرضة أنتمنكم على أخبار الفريق اشتركوا في القناة أهلا بكم كل مشاهدين الكرام على شاشة قناة النادي الأهل وبرضة أنتمنكم المميزة من الأهل ليلة أولى فقراتنا الحوارية فقرة حوارية مميزة جدا مع واحد من نجوم الكرة المصرية اللي يعني نجمه ظهر جدا في نادي الترسانة ثم جاء إلى النادي الأهل من البوابة الكبيرة سنة 98 حامع النادي الأهل التلب بطولات وحاليا هو في قطاع النشئين 2009 مدير فني واحد من نجوم كرة القدم اللي دايما كان الكل بتكلم بأدبه وأخلاقه واحترامه وقدراته الفنية كابتان حسين شكري مشارفنا النهار مشارف لي أن أنا أكون في القناة عظيمة زي قناة النادي الأهل وفي استعيلة النادي الأهل وبتمنى إن شاء الله بإذن الله أنها تكون حلقة كويسة بأمر الله إن شاء الله تكون حلقة كويسة إن شاء الله بس خلينا الأول نشوف تأرير ترحيب بيك ونرجع نتواصل تأرير سريع ونرجع نتواصل حسين شكري هو أحد الأسماء التي يتذكرها جمهور النادي الأهل جيدا بعدما نل شرط ارتداء الفانلة الحمراء في عهد الألماني راينردسوبل انضم حسين شكري للنادي الأهلي موسمة تسعة وتسعين ثمانية وتسعين قضى بين جدران القلعة الحمراء ثلاثة مواسم يرى أنها من أفضل لحظات حياته التاريخية حقق خلال هذه المواسم ثلاث بطولات بطولة الدوري بطولة الكأس علاوة على بطولة دور أبطال إفريقيا التي شارك في الأدوار التمهيدية فيها لتحسب في سجله التاريخي مع الأهلي تأخر انضمام حسين شكري إلى النادي الأهلي 11 عاما كاملا فكان قريبا للغاية من الانتقال للأهلي في سن 16 عاما وقت ما كان في منتخب الناشئين ليتلقى عرضا رسميا من النادي الأهلي في هذا التوقيت ليصطدم برغبة النجم مصطفى رياض رئيس قطاع الناشئين وقتها مؤكدا أن دوره سيأتي مع الترسانة خلال السنوات المقبلة لم يتبخر حلم حسين شكري في الانتقال للأهلي ليأتي العرض وهو في سن 27 من عمره من المهندس عدل القيعي مدير إدارة التعاقدات في هذا التوقيت ليؤكد هذه المرة أنه سيقاتل لتحقيق حلمه بعد مفاوضات دامت مع إدارة الترسانة لمدة شهر كامل ثلاث سنوات قضاها شكري في القلعة الحمراء لم يفتعل يوما أية أزمة ليثبت أنه يتحلى بمبادئ أبناء النادي الأهلي ومثل ما كان انتقاله للأهلي حدثا تاريخيا بالنسبة له كان الرحيل يوما تاريخيا أيضا هو صباح يوم مواجهة الآليم على أملاق الإسباني ريال مدريد حيث كان آخر تدريب له في هذا اليوم على ملعب فرع مدينة نصر ليعود مجددا إلى الترسانة وليعتزل في صفوفه لتبدأ رحلته في عالم التدريب ما بين فرق الناشئين والفريق الأول للترسانة اليوم هو المدير الفني لفريق براعم النادي الأهلي موليد 2009 حسين شكري ضيفا على قناة نادي الأهلي اليوم للمرة الأولى في برنامج الأهلي الليلة حالا بكم من جديد تقليل مميز جدا عن نجمنا الكبير الكابتن حسين شكري كابتن حسين أول مرة في قناة الآلي بالضبط كده بس أنا أبلاقي حاجة أنا متشكر جدا على المقدمة ديت ده رصيدك وانت تمتلك رصيد كبير جدا عند كل الأهلوية وفي نادي الأهلي وانت نجم كبير من اللجوم من نادي الأهلي في توقيت قدت لعليك وأحرصت مع نادي الأهلي تلب بطولات طبعا التقرير كان شرح حاجات كتير لكن أبدأ من النهاية طميني على أخبار البراعن هو بسم الله الرحمن الرحيم أنا اشتغلت في النادي الأهلي من حوالي 3-4 سنين في الأجاديمية الأول وده أول موسم اللي هي إن شاء الله في القطاع الناشئين طبعا القطاع نعرفين أن النادي الأهلي طول عمره يعني الولاد اللي بيبقوا موجودين فيه أو ولاده بيبقوا مميزين جدا في حيثة المهارة فحضرتك عارف طبعا أن مجلس إدارة وكابتن فاتح مبروك والناس المسؤولين كلهم إنهم بالسنة دي تقريبا بيحاولوا على قد ما يقدروا إن إحنا التصعيد للفريق الأول يبقى من أولاد النادي فبنحاول إن شاء الله بإذن الله إحنا معنا مجموعة مدربين مميزين ومعنا كابتن فاتح مبروك طبعا بالتعليمات وتوجهاته إن القطاع إن شاء الله بإذن الله يبقى أكبر عدد من اللعيبة اللي هي هتبقى موجودة إن شاء الله في الفريق الأول من قطاع الناشئين من أولاد القطاع أنا شغال في البراعم مسك 2009 معاي أولاد ماشو الله الحمد لله رب العالمين كويسين ومميزين الناس تبشر بالخير يعني إن شاء الله بإذن الله كعدة النادي الألي بأمر الله فيهم مواهب كتيرة كويسة إن شاء الله بأمر الله في أسماء ممكن نقولها نفت كده بأمر كده معلش يا أنا فاعم أنا فاعم أفاعم 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 في السنة الصغيرة دهت فعذرني معلش إن هم هم ما شاء الله يعني أولاد بإذن الله إن شاء الله بإذن الله يبقى فيهم ناس كتيرة كويسة إن شاء الله تنفع النادي الأهلي كابتن حسين أرجع لنقطة البداية ومفاوضات علشان تيجي النادي الأهلي انتهت بالتوفيق مسين 98-99 مفاوضات دي بدأت زي؟ هو كان في التوقيت دوت كان البشمهن سعاد القياه هو اللي كان متولي الموضوع بتاع التعاقدات دوت فالناس كتير ما تعرفش إن أنا اللي كان ترشيحي من الكابتن صالح الله رحمه رحمة الله عليه ترشيحة كان من الكابتن صالح كنا بنلعب كنا إحنا أيامها تقريبا في الدور المتازة أو درجة تانية حاجة زي كده وكنا لعبنا ماتش ودي مع النادي الأهلي كان في رمضان أنا فاكره في رمضان وعملنا يعني زي ما بنقول ماتش كويس جدا لأن إحنا المجموعة باعتنا اللي كانت طالعة يعني أسماء كتيرة جدا علي ماهر ومو من عبد الغفار ووالي السمر والكندي الحوفي كان فيه في نادي الترسانة كان فيه مجموعة كويسة فاعملنا ماتش كويس مع النادي الأهلي قبلها بعدها سعضنا الدور الممتاز عملت حوالي سنتين أو ثلاث سنين كويسين وكان ربنا موفقني دايما في المبارات بتاعت النادي الأهلي إن أنا كنت ببقى موفق فيها انت من ايام النشئين انت وانت 16 سنة الاهل برضو بالزبط كانوا عايزيني بعد منتخب نشئين 16 سنة مع كابتنساة الطباخ فما حصلش نصيب فبالاسرار طبعا والكفاح ان انت بتحاول ان انت تتقديم عليك وانا يعني من الناس اللي هو يعني زي ما بيقولوا ما بيعرفش حاجة غير الكورة يعني شغل الشغل كله الكرد قدر فمهتم الحمد لله رب العالمين من ايام ما كنت بلعب وانا يعني زي ما الناس بتقولك يعني عارف انت لما الروح القتالية والجدية والجدعانة فدي سمة الحمد لله رب العالمين انا مميز بيها وبحاول ان انا ان شاء الله بامر الله ان هي تفضل معايا في ان شاء الله بإذن الله في الطريق بتاعتدريب مجالك العرض وانت 16 سنة وكان نفسك تيجي بعد 10-11 سنة الدنيا بتعيد نفسها فمباراة ودية من حظك بقى ان رحمة الله عليك كابتن صالح سليم كان احب يتفرج ولا الموضوع جزائي هو كابتن صالح اللي انا عرفته كان من كابتن عماد اليماني بعد كده لما روحت النادي الاهلي ان كابتن صالح كان كابتن محمد عمارة كان تقريبا جاله العرض بتاع المانيا كان هيسافر المانيا وكان النادي الاهلي كان محتاج باكلفت في التوقيت دوت فمن الكلام او قال لي ان كابتن صالح يعني رشحك قال فيه كذا واحد وفيه ولد في النادي ترسانة نحت الشمال بلعب كويس وبتاعه كده ممكن يبقى موجود يعني فدي حاجة طبعا انا ما بفخر بيها طول عمري وافضل افخر بيها لحد ما تنتهي الحياة يعني ان كابتن صالح يكون شافني ان انا كنت كويس فدي حاجة علامة من العلامات اللي هي الحمد لله رب العالمين ان انا بافتخر بيها يعني رحمة الله علي ربنا كرم وجيت النادي الاهلي شكل المفاضات تتماشى يعني ربنا مبارك المفاضات مشت على طول كانش فيها يتعصر جي بقى على جيل جيلك اللي جيت عليه وتستقبالك في النادي الاهلي بص انت لما بتخش النادي الاهلي اول اول ما بتخش النادي الاهلي انت انت خلاص بقيت واحد من يعني كأنك عايش عمرك كله جوه النادي الاستقبال طبعا كان كابتن قليل صلاح الدين كابتن حسن ومراهيم الناس دول كانوا الناس الاقدم في الفريق وكان يعني احنا كان فيه صداقة بيننا قبلها فما كانش لوحد حسس بغربة شوية في الفرقة بس لما بتخش النادي الاهلي معلش في الحتة بقى مش في التعامل في حتة بتاعت اللعب النادي الاهلي برضو مهما كان فيه اسلوب معين فيه حاجات معينة بيحتاجها المدرب او بيلعب بسيستم معين انا في الفترة الاولانية ما استوعبتش القصة يعني السنة الاولانية دي بالضبط السنة الاولانية كانت بالنسبة لي لان انا معيتش كمان في مكاني يعني انا معظم لعبي لعبت في كل يمكن كل اماكن الملعب الا السردباك فلما روحت هناك لعبت سردباك فكان كابتن راينر سوفل بيلعب بطريقة احنا كنا بنلعب زمان كنا بنلعب واحد ليبرو واتنين مساكين صريحا لما روحت هناك كان البرو كنا بنلعب برضو ثلاث سردباكات بس كانت فلات يعني الثلاث على خط واحد لما بيجي الفرودين في جزء بيقول دول مساكين وده ليبرو يعني الليبرو متحرك مع مكان الكورة والفراد فعلى ما استوعبت دي خدت مني معلش فترة ومش مركزة او بالضبط كده خدت مني يمكن نص السنة الاولانية على ما احفظ المكان والوقف ازاي والضغط وكلام ده كله والتعليمات خدت مني فترة بعد كده الحمد لله ربنا كرمني يعني مشيت مشيت بشكل كويس الحمد لله رب العالمين وسط الفرقة ومش عايز أقول من من سوق حظي إن نادل قالي ساعتها في التوقيت ده كان واخد ست سنين متتالية بطولة الدور العام فكان يعني مشي السنة اللي أنا روحت فيها عتزل كابتن شوبير كابتن ردع ابب العال فليكس كانت مجد طلبة عناصر كتيرة جدا من الفرقة فكان فيه حتة اللي هي الإحلال والتبديل في الفرقة يعني روحت في توقيت معلش كانش فيه الانسجام الكبير يعني الفرقة برضو ما ساعدكش إن انت تخش يعني تشبيها مربما يكون بوقت حالي زي الوقت الحالي بالزبط كده فبتبقى الأمور في التوقيت ده فبتبقى الأمور برضو بالنسبة لك إنسا يعني صعبة شوية يعني صعبة شوية يعني مستعيل جاي من بره يشيل شوية قبل بدل ما يعني يخش الحدانة فكانت أنا يعني كان منسوه حظي إن أنا جيت في التوقيت ما كانتش الفرقة مستقر أو كان في حتة الإحلال والتبديل دي لإن كان هما كان في وجهة نظر كانت بتقول يعني كابتن سابت رحمة الله عليه كان النادي واخد ست سنين دولي وكانت الأمور كويس وكان طالع في التوقيت دوت زي ما احنا بنتكلم بقى على الناشئين وأولاد النادي كويس كان طالع طبعا كان سيد عب حفيز مع احترام طبعا للأرقاب كلها الناس سيد عب حفيز كان صغير بلال إبراهيم سعيد محمد جودة كل اللي دول بالزبط كده كل دول كانوا من أولاد النادي وكانوا صغيرين في السن وكانوا طالعين فكان فيه فكرة إن النادي الأهلي حتى لو ما خدش مثلا سنة بطولة الدوري العام يبني جيل يبني جيل جديد بالولاد الصغيرين دول هو يعني بصد أنهم طبعا مباشرين كلهم بالزبط كده بالزبط والعيبة العيبة ما شاء الله كويسين جدا فكان الفكرة إن هم ممكن يعملوا جيل ياخد دوري عشر سنين ففي التوقيت دوت كانت حصلت ظروف كده وكان ما عرفش بالزبط مش متذكر يعني وكابتن مستر سوبل مشي فبالنسبة لي أنا كانت يعني عارف اللي هو إيه أنت بعد ما استقررت وبدأت تلعب وكلام ده كله هتبدأ شوفين جاية هتبدأ من أول جديد أو كلام ده كله فالحمد لله رب العالمين كل واحد طبعا بياخد نصيبه وانا اكتهد وشرف لأي حد في الدنيا كلها إنه يكون عنصر من عناصر النادي الأهلي والواحد لعب كرة وبطل اللي بتتبقى الزكرة كويسة واللي بتتبقى دلوقتي بطلاتك اللي انت خدتها حقا تعم على النادي الأهلي لأنا لو مكنتش جيت النادي الأهلي كنت هلعب كرة وبطل كرة وخدتش بطولها فدي حاجة طبعا يعني بحمد ربنا عليها بأحكاس ودولي ودولي يبطل بالزبط بالزبط فأنت يعطب الخدت كل حاجة فالحمد لله يا رب العمين بحمد ربنا سبحانه وتعالى أنه كرمني وأناعم علي أن أنا واحد من فرد من أفراد النادي الأهلي ونحقق مع البطلات دا وكيد كليك دور لكن شايف فقى الأجواء إزاي من الوقت دا لسه مرتبط ببعض اللعيبة من جيلك في النادي الأهلي هل لسه فيه رتبات معاهم طبعا يعني أنا مين أقرب حد لك لسه أنا فيه كابتن أحمد فوزي طبعا معنا برضو أول سنة داخل معنا في المدرب ضيب أمم المدرب وإضافة كبيرة خلي بارك أحمد فوزي ضفت لأنه ماشه الله ومكتهد ودكتور أحمد فوزي ماشه الله عليه ومكتهد جدا ماشه الله عليه كمان وبيذاكر وأنا بشوف التمرين يعني تخص النور بقاله عشر سنين شغال فيه طبعا علاء إبراهيم ومحمد فاروق وكابتن عيد صلاح الدين طبعا أخوه وحبيبي طبعا فيه ناس كتير ترسانة ترسانة طبعا كان القرائب مني كان طبعا صديق عمري كله مؤمن أبوغفار مؤمن علي ماهر طبعا حدث ولا حرج واحد من اللي مخلوش وستهم علي ماهر في الله مصالح رسول الله كابتن علي ماهر كان ليه طلب في الترسانة كده قبل ما يجي الأهلي برضو كان ليه طلب إحنا ما أنا أقول لحضرتك من شوية إحنا كنا جيل كنا كويسين ومريازين وكنا صغيرين في السن طلعنا مع بعض من ناشئين وكنا صغيرين في السن فكانت مؤمن مؤمن كان لعيب كبير بالزبط كان يعتبر من ناس الفنانين في نص مغلع من ناس الفنانين في نص مغلع وعلي مار ومحمد شرف كان جيل ما شاء الله عليه فالحمد لله العلاقات الإنسانية دلوقتي برضو الحمد لله رب العالمين موجودة من فترة للتانية بنسأل على بعض وبنتكلم دايما بالتليفون مع بعض وبنسأل على بعض فالحمد لله لا لقاء الحمد لله رب العالمين كويسين مباراة ما تنساش مع النادي الأهلي أهلي وزمالك أول مرة اللي هي التلت ساعة الأخيرة كسبنا تنواحد كابتن حسام وأبراهيم حسن أهلي وزمالك دي قصة تانية خالص لما تبقى أول مرة أول مباراة كمان كان احساسك إيه بقى وأول مباراة تشارك فيه أول مباراة كان أول سنة لنادي الأهلي وكنت احتياطي ونزلت آخر تلت ساعة مكان كابتن سادة وحفيز فدي كانت بالنسبة لي الأمور عارف أنت لقاتك قيمة وبتسمع عنها من قبل كده وكلام ده كله فإحساس بقى وانت في الملعب في مطشاط قالي وزمالك وطبعا كان وليد وليد صديق عمري حبيبي يعني كان قبل المطش بقى يقولك مطش الزمالك جاي وخش على مساحاته فإن بيقافيه مساحات كبيرة طبعا في الملعب وكلام ده كله فكان التركيز كمان الفترة اللي هي الأسبوع أو العشر أيام اللي بيقوا قبل مباراة الزمالك بالذات دي بتحس إن في حالة جميلة روح جميلة تركيز مية في المية من كل اللعيبة من كل العناصر فدي عمري ما هنساها لأن الحمد لله رب العالمين كمان بداية كانت خير وأنا كنت موافق في الفترة اللي أنا لعبتها كنت موافق الحمد لله كنت كويس جدا لغم إنك نازل زي ما يقولو كده في أصعب أوقات المباراة بالزبط فالحمد لله رب العالمين كان ربنا موفقني وكان تركيزي عالي جدا إن أنا إنت عارف المباراة لقيله الزمالك ديت ممكن تصنع نجم طبعا فالحمد لله رب العالمين إن أنا إن أنا في الفترة اللي أنا لعبتها قدرنا نحافظ على الشكل وعلى النتيجة وإن أنا قدت بشكل كويس حمد لله رب العالمين فدي عمري منساها أبدا دي طبعا مباراة تتنسيش اختلفنا اتفقنا الأيام بتجري الكرة بتتغير طبعا الدور الآن بقى ليه حسابات شاف المسابقة الأمور دلوقتي اختلفت عن الأول بكتير يعني دلوقتي معلش زي ما بيقول المواهب قلت ليه كله بيجمع أن المواهب قلت هقول لحضرتك هقول لحضرتك هقول لحضرتك التكنولوجيا زادت ما أقول لحضرتك حاجة التكنولوجيا ليها سبب والفكر التدريبي بقى ليه شكل لأن دخل عنصر القوة والسرعة في الكورة فبدأت الناس تبص لعنصر القوة والسرعة والجزء الخططي أكتر من الجزء المهاري فلازم نرجع تاني من أوله جديد زي ما بيقول لحضرتك برضو الخطة بتاعت النادي الأهلي وكفت المفاتحي ومجلس الدارة والكلام ده كله أن احنا بتدور على المواهبة دلوقتي أساس الأساس تجيب المواهبة وابنع عليها لأنا عايز بقى ديها القوة ديها السرعة انت ممكن تجيب الكوة وممكن تجيب الخططي وممكن تجيب كل حاجة السرعة بتبقى صعبة شوية لأن السرعة ديها موهبة أنما في الأصل هي الكورة الأصل انت لعب كورة الأصل الموهبة الأصل المهارة يعني لعب موهوب مش مصنوع بالظبط كده فالأصل انت دور على المهارة الأول وبعد كده ممكن تبني كل حاجة تاني أنما دلوقتي في ناس كتيرة بتيجي تقول لك إيه لأ أنا أخد ولد قوي جسمانيا بيروح بيجري بيضغط بيعمل كلام ده كله ممكن يكسبني يبقى العنصر البدني مثلا غالب عليه فارق عن سن الأولاد اللي هم اللي موجودين فبيكسبوا بس بعد كده ايه قصة مش في كده قصة ان انت خدت عنصر بدني لولد سواء بقى مسنن مش هنخش في التفاصيل المسنن مزور كلام ده كله خدت واحد بالقوة البدنية عشان يكسبك وفي نفس الوقت انت ابخزت حق ولد ما هو المفروض تبقى العملية العكس المفروض في القطاع النشئين كمان يعني بتوب حقيقي ما بتتقلش كلام النتيجة انا مليش دعو بالنتيجة انا بص للمدرب انت وصلت المجموعة اللي معاك او الفرقة اللي معاك وصلتها بشكل ايه والناس دي زادت معاك ولا لأ اللعيبة ديت بتتطور معاك ولا لأ كم من نتاجة عملت في قطاعات النشئين بلعبين مسننين وظل ملعبة كتيرة ما دي كارسة دي كارسة وقضت على اجيال وفي الاخر وحصلها كانت سفر بالضبط وعشان كده بقول لحضرتك كل مدرب فيه مدربين كتيرة بتخاف انها تتغلب فهي ماشيني او انا هبقى مدرب وحش هي قصة مش كده هيستعين باتنين ثلاثة بالضبط بغض النظر لسه دلوقت القطاعات فيها الحاجات دي في ناس فكرها كده يعني في ناس فكرها كده يعني ليه حتى الان بنقبل بالتسنين ده سؤال يعني 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 بص اقول حضرتك حاجة اصليا خصة اصول لك الاريات ما كانوش بيسننوا اصلي ايه ما كانوش معندهم شاب مالهاش دعو هي ممكن بقى يعني انا بشوف ان المنطقة نفسها المسؤولة عن المسابقة او الحكم اللي موجود او المرائب اللي موجود في المسابقات بتتسوق بتاعت البراعب او الناشئين لو انا شفت ولد العنصر البدني فارق حتى لو سنه اه هي ممكن تبقى ظلم للولد نفسه بس ما علش حتى لو سنه اعمل في ايه بقى اخده اصعده للفرق الاكبر لا ما ده مش يعني لو حد عنده ما انا هقول لحضرتك حاجة موهبة ما انا هقول لحضرتك حاجة هيلفت النظر اقول له لا انا مش بكلم عن موهبة لا انا متكلمش عن موهبة لا انا كنت موهبة انا فهم أصلا موهبة موهبة بي موهسعتها هنقول عليه موهبة يعني المسنن ده حتى لو بيجري وجامد هنقول ده موهوب لا ده نخرجت مرة لمسنن ده نقول لحكا حاجة تانية ده ده ولدين السن واحد كويس وهم سلام ومش مسننين كويس بس ولد يعني القوة البدنية بتاعته اعلى انا ممكن اخده يلعب في اللا طب موهب ده بتعمل في قطاعات الناشئين لما بتلاقي انت عندك موهبة يعني وناس كتير جدا فلو فاكر بركات كان بيلعب في السكة فين وفين في الكرسانة كان فيه لعيب اسمه بهلول بهلول لعب منهم هو كويس كان بيلعب فين وفين بهلول وصال عدت قطاعات ناشئين فأنا بقع كل اسماء الناشئين انا فعلا احنا جيل واحد لعبنا اه عندك مثلا في الاهل في التوقيت ده كان فيه سيد غريب وشامعة وعابد اسماعيل وعابد والمجموع فقطاعات دايما كلها كانت مليانة فبالتالي انت النهاردة لازم نوقف خص التسنين لانا قضت على ناس كتير جدا ما انا بقول حضرتك دلوقتي لو جينا عشان نبص لما بديجي ننزل الملعب انا القصد بتاعي او الفكرة بتاعتي لو الولدين السن واحد كويس واخد بالحضرتك بس فيه ولد العنصر البدني فارع عن الولد نفسه تخليه في المرحلة الاعلى الاعلى تمام هو يزيد بالزبط كده هو هيخش في العنصر البدني مع فرقة اعلى هو يعني هيخش في وسطهم مش هتبقى هي ممكن اقول فيها ظلم سنة صغيرة لي بس مش مشكلة هتبقى بالنسبة له الامور افضل واحسن ان هو كمان سنة اكبر منه سنة في نفس الوقت الولاد اللي هي هتبقى القوة الجسمانية قريبة من بعضها هنا هتدور على المهارة بالزبط اللي هيفرق عنصر المهارة بقى مش هتبقى القوة مش هيبقى عندي ولد مميز في خمسة ستة لعيبة ياخدوا الكورة مثلا ويجري يبقى عنده سرعات يجيب جولي يكسب فرقة يبقى هو عمل الفارق بالقوة البدنية بتاعته لا انا عايز ارجع تاني ان الاكسام تبقى واحدة او قريبة من بعض واخذ بالحضرتك هنرجع لفين هنا بقى بعد كده العنصر المهاري اللي هيتغلب هنا مش القوة البدنية بقى خلاص المهارة في التوقيت ده كابتن وكم من منتخب من منتخبات الناشئين بعد ما تلاقي الدوريات سخناه وفي لعيبة مميزة ييجي لاموهم يقولك ده ده فيهم مسننين ففي الاخر تروح بمنتخب يمثل البلد في الناشئين ضعيف جدا ما اعملش اي حاجة لانه جيل مظلوم عايزة وقفة ما اقفها ازاي والله يبص هي تبقى في الاول وفي الاخر الموضوع موضوع ضمير بحث لا يبقى موضوع ضمير موضوع ضمير وفي نفس الوقت القانون وفعله بمعنى انت بيجي لك ولد مسنن او ولد مزور جايز حق النادي ان انت لما بتيجي ولا ايه امر لما بتيجي تمدي عندي انا بمضي والدك على اقرار ان البيانات كلها اللي انت حضرتك ادي تاني مزبوط ما هو الابو اللي عمله التسنيه ما انا اقول لحضرتك حاجة لو اثبت ان الولد دوت مزور او مسنن او اي بيانات من البيانات اللي انت حضرتك مضيت عليها دي حضرتك تروح السجن ما انا اقول لك على فكرة لو اتعملت مرة واحدة بس الموضوع انت ده مهم جدا ان انا فعل قانون في الهتة دي في الاول وفي الاخر هي وقع التزوير طب ما فيه فكرة حلم لان دي بتبقى يعني الناس كانوا اقول لك ايه ده عنده مثلا خمشار سنة وفي الجامعة ما تشوف شهادته الدراسية ايه ايه والتسنين بتاعه ايه هتلاقي فيهم بينهم جاب كبير جدا ففي حاجات كتير لا اصلا هي عشان انت تثبت موضوع التسنين او التزوير ده صعب جدا ده 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 يعني انا بحكتلك يعني في ناس بتموت اخوتها وبيعملوا توقم لاخرهم لا لا مكان واحد بعملوا مواوية اه مواوية مواكبير مش 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 مستهل يعني عشان تثبوته صعب جدا اه فعشان كده انا بقول لحضرتك لا اصدها كابتن ما عليش انا بقطعك كتير في الحتة دي انا حتة مهمة جدا وانت شغال في البراعم وعشان الكرة المصرية كلها اما يعني لما يبقى واحد في 2018 بيقدم انه مسنن انا اخذ ورقه ليه اتحادي ايه بل ورقه ليه ما هو معلش النادي اوه بيقدم لك الورق دوت الورق مظبوطه سليم ما هو الاداري بياخد الورق دوت بيروح يسجله وبيروح المدرسة بيلايه موجود كويس الولد موجود في المدرسة طبعا انا انا كأداري اوه انا كنادي اوه في السن الصغير بالزبط هجيبه ازاي يعني انا انت بتدتني اوراق اهي معايا انا كأداري او نادي اتحرت عن اوراقك كلها سليمة بالقيد العائلي بالكلام ده كله وروحت المدرسة بتاعتك ليه تكاعد موجود في الفصلة وفي القلاص مرضو كبير عليه ومنتع هتعمله ايه يعني انت اخذ بالحضرتك ازاي اهو في ولاد كمان يعني خلي بالك يعني ايه عشان العملية مش هتبقى يعني مش هتقدر ان انت تحكمها فتحكمها بقى بالحتة اللي هي تبقى فيها ظلم شوية معلش للولد اللي هو اللي انا قلت الحضرتك عليه ده لو انت فارق بدنيا بشكل كبير عن الولاد اللي معاك لا اطلع فوق يبقى كده انا حتى لو انت مسنن ده انا باكلمك على سنك مش مسنن فهم لو انت مسنن خلاص انت بنت ان انت كبير عن الولاد اللي معاك فاطلع في الفرقة اللعيب الموهيبة بقى كابتن بيتها يعني اللعيب لو لو لعيب الموهيبة بيتظلم بيتظلم طبعا لانه بقى مثلا 13 14 15 ليه بيلعبوا 16 17 18 فكده كده بيخلص عليه هو تحت قبل ما يطلع فوق لا ده نظام بقى ده نظام كنادي او من شوية بهلول عبد المنعم دوت كان انا انا كنت موجود انا اكبر من بهلول شوية كان بيلعب الساعة 10 الصبح وساعة 1 وساعة 3 انا كنت بشوف بركات كان كده انا شفت انا شفت والله جعيني وانا في النشئين بهلول ده لعب مرة الصبح وكابتن صفر ريض كان زمان بنعب عشر الصبح وواحدة وثلاثة نشئين خلص ماتش وجابه على الدكة نايمه وجاب ييبله برطوان جنبه وبيدوله برطوان ومنايمه على ظهر عشان هي لعب ماتش بعدين فدي حالة من الحالات اللي هي الناس اللي هي ما كملتش برضه ما شفناش بهلول بقى في الفريق اول ما شفنهوش يعني خلاص بقى زي ما بنقول في الكورة تحرق ما هو ده اللي انا بقول عليه ما تحفظ صحيح عبد النظر يعني هو ساعتك كان هو ده سنه مش ده سنه لكن هو كان موهبة في الاول وفي الاخر لكن استهلاكه بشكل كبير جدا ده يعني اصر عمره هو لما كبر عشان كده بقول لحضرتك ان انت مثلا دلوقتي في السن بتاع البراعم او الناشئين بالذات هو مثلا تيجي تلاقي ناس حد مش فاهم فييجي مثلا لسنه صغير في براعم مثلا عشر سنين او عشر سنين او عشر سنة او عشر سنة وتلاقي بي نططح حواجز وينزل تحت ووطلع فوق بتديله عنصر بدني طب ده مش محتاج كده وعنده عدلة معينة بالزبط بالزبط ده ده محتاج شغل تاني خالص غير اللي حضرتك بتقول ده بعدين هيجي المداربين بتطلع مدرجاته وبتنزل راملة في السن ده انت بتشوف كوهرس يعني ما حصل فينا برده لا لا بتشوف كوهرس طبعا بتشوف حاجات صعبة الامور صعبة جدا فهي قصة كلها ان المنظومة اللي بتبقى موجودة النظام ايه والشغل ايه ومعلش عايز ارفع الحرج عن مجلس ادارة عن مدربين ايا كان يا جماعة ما حدش يبص لمدرب بنتيجه خاصة في النشئين والبراعي يعني كل فرقة طلعت لعبين تلاتة بالزبط كده لا انا لما اجا قايم مدرب انا بقى كموشرف او ايا كان لما اجا قايم مدرب انت خدت الفرقة دي حالتها عاملة ازاي ووصلتها لفين هيقولك بالنتيج برده لا مهنا احنا عايزين نلغي الحتة دي اه ليه لان انا هقول لحضرتك حاجة انا على فكرة فهم وجة نظرك وعجباني جدا اه لو احنا خدنا حتة النتايج دي النتايج مش مقياس لانك انت زي ما احنا بنقول هيجي ولد قوي او اه اه يخلص بيكسبني او بيشوت من نصف ملعب رجله قوية بالزبط كسبني بالزبط بس انت علمت دول ايه حفضتهم ايه وصلتهم لايه علمتهم كم مهار علمتهم ازاي علمت وهو بيلعب كرة لازم الولد يفكر مايلعبش كرةه بس لازم اي حد بيلعب كرة تفرح لما لعب اللي عندك الصغير باخد قرار من نفسه بالزبط حتى لو عكس تعليماتك لكن بيروح بواحدة كده اه انا اللي بقول له انا بقول له انا بقول لك كده في الحتة دي مسلا غير اتجاهك وفي الاول وفي الاخر انت صح بقرار يعني انت بتغير اتجاهك عشان هتلعب مثلا في مكان تاني روح تلمكان التاني ده لازميلك ممسوك او 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 مش موجود او او مش هعرف العب الباص اللي انا قلت عليه انت صاح بقرار فعشان كده مثلا لما بتيجي تديله حلولك في الملعب او المهارة في الملعب بتديله مهارة ولازم يتقنها وبعد ما يتقنها لازم عنصر السرعة في المهارة نفسه ومتعديش على حاجة على حاجة بعد كده بتخش على مهارة مركبة اللي هو لازم حضرتها بقوله لك ده انت مثلا عملت فنت ورقصت فالمفروض اني تهتباصي فالدني قفلت المهارة المركبة ان انا بعدي من هنا لقيت الدنيا قفلت في مهارة تاني واخد بالك بس حاجات ديك طبعا بتبقى تدريجي يعني لازم البلد يستوعب الاول المهارة بعد كده هنصر السرعة فيه ناشي او في البران بيبقى عنده تالنت كده هو عنده ده بالزبط الولاد ما شاء الله في الحندينة حتى انا هتكلم على الولاد عندي في الالفين وتسعة ما شاء الله مميزين وكويسين جدا وخلي بالك احنا في السن ده عمتا في مصر انت لما بتشوف المباريات اللي هي بنلعبها البطولات الدولية الودية اللي تتلعب بره احنا متفوقين على أوروبا كلها اعم في السن ده على طول بالزبط احنا في السن ده متفوقين ايه اللي بيحصل بعد كده محدش ليه جيه وقعد وقال يا جماعة طب احنا في السن ده حد مثلا 15-16-17 سنة احنا بدون بقى متفوقين اشتغلتش على موهبته لأ فيه مشكلة فيه مشكلة احنا ممكن نتكلم فيها بس اه فيه مشكلة بعد السن ده ايه اللي بيحصل طب احنا ممكن اقول لك بلوقتي انه في اقطاعات وخليني في الاهلي بقى في اقطاعات الاهلي في المراحل دي بقى فيه دكتور التغذية وبقى فيه مدرب الأحمال وبقى فيه موجود في النادلالي موجود خلطات الناشئين طبعا زبا في النادلالي موجود في النادلالي موجود في موجودين وبقت حاجة مهمة جدا وقسية بالزبط هي قصة كمان خلي بال حضرتك معلشي ان انت لازم الولد دوت وانت انت معلشي انت انا كمدرب مثلا مسك براعم انا ما معلمش كرة بس انت بتعلم اخلاقيات وسلوكيات يعني انت نعم افروغ منه بالزبط كده فلازم الحاجات دي تجم الحاجات دي اللي هتساعدك ان انت زي ما بتبني الولد بتبنيه مهاريا وخططيا وكلام ده كله انت بتبنيه سلوكيا برضو انه هو لما هيكمل معاك او لما هيكبر العقلية بتاعته واخد بالك ازاي ان هي هتتواكب ان انت اه لما هتكبر ما يفعش ان ان انت تصهر لما هتكبر لازم تاكن كويس لما تكبر يعني واخد بالحضرتك ازاي لازم تستريع عشان يعني في حاجات لازم يبقى هي تأسست معاه زي ما انت بتأسس له المهارة وبتأسس له العناصر بتاعته كلها ان هو يبقى لعيب مميز لازم كمان بتأسس له او بتزرع فيه حاجات معينة لما هتكبر في السن طبعا واخد بالحضرتك ان انت لازم تكتهد لازم تنام كويس لازم 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 دي لازم تطلع معاه من وهو صغير يعني زي ما بتطلع به بالمهارة بالكلام ده كله لازم تطلع برضه اللي هي سلوكيا واخلاقيا والكلام ده كله لازم يطلع معاه برضه تمام انت بتطلعش كرة بس او ما بتطلعش ولد لعيب كرة وبس لان اكم من لعيب الكرة كتيرة جدا كانت موهوبة وكانوا كويسين وعقليتهم لما كبروا وديتهم في حتة تانية خالص طب خلينا اقول لك هل الاختبارات زي 2009 دي في عدد جنب في الاختبارات وتاخدوا لكله مثلا من مباراة قبل كده بتاخد لعيبة من تيم عندك وبتكمل عليه دي انت بقى مش ازاي لا جت جت جاني لعيبة في الاختبارات كويسة وخدتهم وخلي بالك النادي الاهلي يعني احنا السنة دي اول سنة ل2009 دول هيلعبه مسابقة مسابقة براعم اول سنة هيلعبه فالنادي الاهلي بيتجهز قبلها بسنة او بسنتين الفرقة دي بتبقى موجودة الاكاديمية بتاعت الاهلي برضو جالك منها الاكاديمية بيجي منها أولاد والاكاديمية خلي بالك كمان كابتن خالد بيبه عمل نظام كويس برضو عمل منتخب للأكاديميات يعني العناصر المميزة اللي موجودة في الاكاديميات كلها عاملين اللي هي الفترة اللي هي المميزة دي بيعملوا بها منتخب وبيشتركوا بالاهلي به بيشتركوا برضو في منطقة ومسابقة فده بتطلع برضو ناس كتيرة ومواهب كتيرة كويسة بيبقى برضو صبرت للقطاع بتاع الناشئين وبيبقى فيه تنصيق بين كابتن خالد بيبو وكابتن فاتح مبروك للولاد المميزين اللي هما بيبقوا في الأكاديمية انهما بيبقى لهم فرصة كبيرة انهما يطلعوا القطاع حلو أسيبك بقى احنا طبعا الكلام بشكل كبير جدا الفوار جاعتاني البداية كانت بترشيح من الراحل الكبير لكابتن صالح سليم هل بقى بعد ما دخلت الناد الألي كان فيه موقف مع كابتن صالح أو حاجة زي كده ولا كانت الأمور من بعيد شوي لا بص كابتن صالح عادة الناد الألي ومجلس إدارة انت ما بتشوفش الناس دي كتير يعني كابتن صالح عاد ثلاث سنين مثلا في الناد الألي شفته مرة ومرتين يعني كان تقريبا مرة بالزبط يعني جيب مرة تقريبا كم ممكن احنا ماتش أهلي وزمالك تقريبا أو حاجة زي كده وجي تكلم اتكلم اعمل اللي عليك عشان الناس تحترمك ما حدش لي دعو بالحكم خالص بتكلم برضو فيه تخلقيات الجمهور شتمك الجمهور عمل ما لكش دعو بأي حد تاني انت لعيد في الناد الألي انت بتركز في شغلك بتعمل اللي عليك تطلع بشكل محترم النتيجة دي بتوعات ربنا سبحانه وتعالى بس أهم حاجة ان انت تطلع من المبورة ان انت ما أدي اللي عليك تراضي عن نفسك فأدائك قادر الرجل يعني بص ما تكلمش ولا بقى فنيات ولا ولا انت بتكلمش مع حكم بلاش انذارات حدش هتهمك ما لكش دعو بي بس ركز بالمراحة بالزبط الأهل مركز فيه مباراة مهمة جدا الفاقستيف يوم 23 وعشرين مباراة الزهاب الأهلي كسب بهدفين بعض الأمور الأجماهير مباراة الاتحاد في تراجع ومباراة الترسانة في الكاس أكيد شفتها بمنظور معين ولكن يبقى الأهلي واستعرداته لمباراة الفاقستيف خلينا أقول حاجة يعني مميزة أو حاجة هطيبسة الجماهير كابتن أحمد فتحي وكابتن سعد سمير وكابتن وليد سليمان وكابتن حسام عشور جاهزين تماما إن شاء الله للمشارك أمام مفاقستيف فإن شاء الله ده هيبقى أمر يعني يعني يريح شوية قبل المباراة شاهد بقى المواجهة دي إزاي مواجهة طبعا صعبة لسوق حظنا إن إحنا مقدرناش في وقت من الأوقات في المباراة الأولانية إن إحنا نخلي نضعف الموضوع الأهداف كان جي علينا وقت من الأوقات مسيطرين بشكل كبير جدا وضيعنا فرص كبيرة جدا كنت أتمنى من ربنا إن كان يبقى النتيجة أعلى من كده كمان جول أو جولين كانت يعني نهت الموضوع بشكل كبير جدا وخاصة إن الأداء في المباراة بتاع النادي الأهلي كان بتفوق بشكل كبير وضيعنا بشكل كبير جدا فكنت أتمنى من ربنا إن لو في توفيق أكتر من كده بس إن شاء الله بإذن الله طبعا يعني كعادة النادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي وعادة النادي الأهلي وخلي بالك إن ده هدف مجلس إدارة ومجلس المجلس إدارة واللعيبة والجهاز والجمهير والدينة كلها إن البطولة بتاعة أفريقيا السنة يعني دي من بدري كمان عشان إحنا ما نقولش بس عشان إحنا وصلنا قبل نائي لأ كان المخطط من بدري جدا إن إحنا السنة دي إن شاء الله بإذن الله عزين بطولة أفريقيا عشان إحنا نوصل لكاس العالم الأندية شايف بالظروف دي إن شاء الله عودة اللعيبة اللي إحنا وناهم فتح وسعد ووليد سليمان وحسام عشور إن شاء الله الأمور تفرق شواء طبعا تفرق كتير لأن المبارات الكبيرة لزيك ده هو ديت محتاجة الأسماء اللي حضرتك قلتها دي كلها كلها خبرات كمان يعني إحنا مش بقولون لعيبة كويسة طبعا معلول لسه أصبتوا لكن معلش ربنا إن شاء الله يرجع بإسلامة بإذن الله بس لما تتكلم في أحمد فتحي في حسام عشور في سعد سمير في وليد سليمان إنت بتتكلم في ناس لعيبة كبار لعيبة كبار لعيبة كتبعا مش هل لعيبة كويسة جدا وفي نفس الوقت اللي إحنا بتتكلم عنه ده خبرات فالمبارات اللي زي دي محتاجة حتة الخبرات دي التعامل مع المباراة والأجواء والجمهير بتاعت الجزائر طبعا بيشجعوا بشكل شارس إن أنا أقدر إن أنا أسيطر على العمل النفسي بتاعي وأنا دخل الملعب ده هيفرق إن شاء الله بأمر الله بشكل كبير جدا وطبعا زي إنهم ألعيبة كويسة إضافة كبيرة جدا للفرقة طبعا طبعا فالحمد لله دي من فضل ربنا علينا إن الناس دي تبقى إن شاء الله بإذن الله نتمنى لهم بس التوفيق إن شاء الله داخل المباراة دي حاجة طبعا كويسة جدا وإجابية إن شاء الله الفريق يكون جاهز بشكل كويس ويكون يوم بإذن الله يوم 23 أكتوبر بإذن الله مستر كارترونو الجهاز الفني وكابتن محمد يوسف طبعا الفترة دي عندهم يعني يعني لمة الفرقة والإصابات اللي راجعة والتركيز في المباراة مهمة جدا وفرقة بتلعب بشكل كبير وفاقستيف وسط جمهورة مباراة صعبة جدا تشوف الجهاز الفني ورأيك في فترة اللي فاتت وأداءه مع النادي الأهلي والله أنا شايف إن هم يعني آسف معاليش آخر بس حاجة صغيرة لإن أنا كمان نسيت أنا آسف عشان يوسف وما يزعلش مني وسامي أمصان ومصطفى كمان اللي دول برضو يعني نفس الجيل ونفس السن والعبنة مع بعض وكانوا موجود لما كنت موجود انت نسيتهم وخلاص انت نسيتهم وخلاص شان ما يزعلوش مني انت كان لسه معاه النهار بصوت الحمد لله والحيات فين سامو كابتن اه والله فأنا بعتذر لهم طبعا لأنهم أخواتي طبعا أخواتي طبعا فأنا بشوف أني مستر كالديرون من أول ما مسك المهمة في بداية السنة وهو ماشي بخطة سبت ومن الزكاء بتاعه إنه هو لما جيه الفرقة السنة اللي فاتت كانت ماشية بشكل كويس ملعبش كتير في الفرقة لما جيه فضل ماشي بنفس السيستم أو بنسبة كبيرة بشكل الاسلوب اللي بيلعب به الفرقة واللي كان متفوق به بشكل كبير الله ينهر عليك لحد دم ما نشوف وأوصل وحط إيدي على كل العناصر وكل الإمكانات فكرة وكان قاعد مكانك هنا وانا سألته نفس السؤال وقلت له مش حسين في حاجة غارت وقلت له حتى بمسك وقلت له حتى تغييرات كابتن حسين بدري كأنها هي هي بتحصل شرح للرجل وقال لي اللي انت بتقول عليه واحدة واحدة وبيشوف أنا مشوفش حرق دي ولا ما أنا بقولك يعني لأ بجد يعني نفس الكلام بالزبط ده زكاء مدرب ده مدرب زكي إن أنا لما يجي على فرقة متفوقة بشكل كبير ملعبش فيها كتير إن أنا يجي نفس السيستم نفس الشغل حدا ما أعرف كل مواطن القوة والضعف والأسلوب اللي بيلعب به الفرقة أو الإمكانيات بتاعت اللعيبة أو الحالة النفسية بتاعت اللعيبة وكل الأمور لما حط إيدي عليها بالضبط أقدر إن أنا بقى أبدأ أحط أنا فكري أو إن أنا إن أنا أعوز أزود حاجة أو بتزلاش حاجة كانت سلبية أو الكلام ده كله فمن الزكاء إن هو عشان كده المعطشات اللي هي اللعبها نديلها لكلها من بداية الموسم إحنا مخسرناش مباراة غير التحاد للتحاد سجن دار فدي بتبين لك إن أنت راجل جاي عارف شغلك إيه مركز في حاجة معينة ومطش للتحاد خلي بالك برضو معلش عشان ما نحملش العيبة والكلام ده كله إن الجهاد والإصابات بشكل كبير في النادي الأهلي يعني مش هتلاقي فرقة في الدورة كله أو ما ما ظنش في العالم كله عندها كمية الإصابات أو شرقة عندها كمية المباراة دي أو المباراة دي كلها طبعا إنت بتلعب كمان فاربع خمس بطولات وإنت مطلوب منك كنادي أهلي إن أنت دايما لما بتشترك في أي بطولة إن أنت ما عندكش غير المركز الأول وخباح حضرتك إزاي فإعني أنت ممكن تشترك في البطولات دي كلها آه أنا هطلع تاني أنا هطلع تالت يعني فيه ممكن ناس بتشارك لمجرد المشاركة يعني أنت مشارك في البطولة العربية لا إنت عايز تاخد بطولة عربية بطولة أفريقيا كاس مصر يعني أنت كل حاجة بتلعب على البطولة بزي أندية تانية أنت ممكن تلعب مشارك لمجرد المشاركة أو لما يحصل عملت روتشن إجباري بالظبط يعني أنت يعني ما عملتش روتشن بمزاجك في حتة في حتة في حتة معلش أنا عايز أقولها برضو إن الاتحاد الكورة من البداية وإنت بتخطط وموسم طويل يكاد يوصل يوصل لسنة كاملة وتعمل خمسة وعشرين لعيب إنت ما بتساعدش الآن دية بتاعتك وخبه حضرتك إزاي تمام يعني أنت السنة دي جاي تقولي السنة دي خمسة وعشرين لعيب ده مباب أولا ده موسم طويل جدا وإنت عارف إن الموسم طويل جدا ويكاد يخش على سنة ميلادية كاملة إنت لازم تعمل تلاتين لعيب كان لازم يبقى فيه تلاتين لعيب وخبه حضرتك حتى لو لو السنة دي ستسنقية بالظروف اللي احنا شايفينها أنا أحط خمسة وعشرين لعيب وبعد كده ترجع بقى عشان تحاول أن أنت تصلح الخطأ أو قرار من الأول أو عشان ما ترجعش في قرارك تيجي تقولي أن أنا في شهر واحد مش عارف وثمانية وعشرين أو 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 خليها تلاتين لعيب أو كلام ده من بداية الموسم إنت ما ساعدتش الأندية اللي بتلعب معك في بطولة أفريقيا أو 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 حجم البطولات أو أو نادي زي نادي الأهلي دوت أنت أعتبر أنت بقرارك ده أنت ظلمت خاصة قيمة في أفريقيا بزبط 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 فأنت أنت مساعدتش حتى أنت أنديتك أو الأندية اللي بتمثلك في القرار الأفريقية أنت مساعدتهاش أن هم يعني يقول إيه يعني يقفوا على رجلهم زي الناس بزبط العدد اللي يساعدوا بزبط أنت صعبت الأمور عليها يعني لما يجبنا خصوصا السناري أنت هتختم البطولة أفريقيا في نفس السنة هتلعب بطولة تانية يعني البطولة الجرية تبدأ في 11 يعني البطولة دي قبل ما تفنش هتبقى البطولة الجرية شغالة ما هو دال اللي بقول لحضرتك عليه أن التخطيط من أول السنة أو من بداية الموسم أنا الرؤية بتاعتي إيه الاستراتيجية بتاعتي إيه أنا شايف لي الأندية إيه أنا بخطط إيه لازم الكلام دوت يبقى موجود أنا معلشي ما بقولش قراره خلاص أنا ما بعزفش الأندية أنا بساعد الأندية أنت موجود عشان تساعد الأندية تساعد الناس اللي موجود والناس دي بتمثل مصر مش مش لكن انت شايف أن مباراة تلعودة أمام فاق سطيف رغم أن أصعب إن شاء الله الأهلي قادر عطر الأهلي قادر إن شاء الله بإذن الله بنسبة كبيرة وإن شاء الله يكون يوم النادي الأهلي ويكون اللعيبة كلهم في حالتهم لو اللعيبة في حالتهم وإن شاء الله بإذن الله زي ما حضرتك كلمت على ناصر اللي هي رجعت دي كلها عناصر قوة تقدر تزيد تزود القوة بتاعت النادي الأهلي وأنا بشوف إن شاء الله بأمر الله إن الأهلي هيعمل مباراة جيدة هناك وقدر إن هو ممكن يكسب كمان إن شاء الله بإذن الله كابت الحسي الوقت بيعد معك سريعا لكن لو حركت هم تقول أي حاجة قبل أشكرك ربنا خليك عايزة أشكر حضرتك وأشكر إدارة القناة طبعا للاستضافة ديت وعايزة حي معلش مجلس إدارة على الحفلة اللي كانت مبارح بتاعت حفلة أكتوبر حفلة أكتوبر ديت حاجة جميلة جدا هذا دور النادي الأهلي بجتمع الكابتن الخطيب قال عائلة النادي الأهلي وإن الأهلي لدور اجتماعك بالضبط أنا دي حاجة يعني أنا كنت وقاعد فخور بيها إن هي والناس الأبطالي اللي كانوا موجودين واللي تكرموا وهم بيحقوا المواقف والكلام ده كله فعلا زي حتى كلمة كابتن الخطيب إن الأجالي الجديدة كلها لازم تعرف في تاريخ النادي الأهلي إيه وتعرف في تاريخ مصر إيه وكوات مسلحة إيه وعملت إيه عشان الناس اللي طلعت دي كلها تعرف إن هي يعني في ناس كتيرة ضحت بحاجات كتيرة جدا علشان إن انت دلوقتي تبقى أن انت آمن وعيش كويس في حياتك وإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا ينم علينا وعلى مصر وعلى النادي الأهلي بالخير دايما يا رب إن شاء الله بإذن الله كابتن حسين شرفتين ونورتين شرف لي يا ربنا أخليكم تشكر يا سيد زهاب شكرا كابتن شكرا طبعا حلقة مميزة جدا وفقرة حوارية مميزة وممتازة مع واحد من نجوم النادي الأهلي ومن نجوم الشواكيش وكرة المصرية واحد من صناع الأجيال والبراعم في النادي الأهلي وتحديدا 2009 إن شاء الله نشوف فرق كويسة شفنا الفكر اللي بيدور في اقطاعات الناشئين لسه بكملين معاكم ولسه الأهلي لها فيه يعني كواليس كتير وفيه حوارات وفيه لقاءات كتير جدا لكن بفكركم تاني إن العيبت النادي الأهلي الكابتن أحمد فتحي الكابتن سعد سامير الكابتن وليد سليمان والكابتن حسام عشور جاهزين إن شاء الله إن شاء الله جاهزين إن شاء الله تكون الفرق بشكل مميز جدا أمام وفاق ستيف يوم 23 خلينا نشوف اللي عندنا أكتر وخلينا نروح فقرة مميزة جدا فقرة في حب الأهلي وزميلي محمد سعيد شكرا لك زميل العزيز إهاب الخطيب والشكرا موصول للكابتن حسين شكري أحد النجوم النادي الأهلي وصناع الأجيال في مشوار وتاريخ النادي الأهلي في لابت قرة القدم وحسنا بإذن الله الجهاز الفني يستعد لهذه مباراة مباراة وفاق ستيف لعبين بعد شفاء وجهزية كل هؤلاء اللاعبين الذين ذكرتهم زميلي إهاب لمباراة وفاق ستيف المباراة الهمة جدا في الدور نصف النهائي لبطول الدور عطال أفريقيا والمقرر إقامتها في مدينة ستيف في الجزائر يوم 23 من شهر أكتوبر الجاي طيب اللي نسمعه دلوقتي بالتأكيد ده شيء مختلف ممكن يكون من أحسن القصايد اللي ممكن تتكتب عن النادي الأهلي فيه أغاني وفيه كلام كتير يتقال عن النادي الأهلي لكن القصيدة اللي معنا النهاردة مختلفة تماما القصيدة رائعة والرائعة اللي فيها إنها من أحد محب الأهلي المحب لما بيكتب حاجة عن حاجة بيحبها بيكتبها من قلبه من مشاعره اللي احنا بنتشرف اللي احنا بنعرضه هنا فيه منبر من منابر الأهلي الإعلامية قناة النادي الأهلي مهما أوصف من كلام يعني فيه كلام جوايا كتير عايز أقوله لكن مهما أوصف من كلام يعني مش هيكون زي اللي هتسمعه دلوقتي قصيدة رائعة لدرجة فوق الوصف أسفكم مع القصيدة اللي تحت عنوان صرحة العلا عامرة قلوبهم بالحب المترفعين عن الحقد والدنايا أهدي هذه القصيدة حبا في الأهلي وعشاقه يا صرح مجد للعلا يتطلع يا شامخا كالطود لا يتزعزع ماذا دهاكم يا دعاة تفرق لما تكرهون المارد المتربع لمشقكم للصف ماذا ترتجوا من سيل كره ناقم لا يرجع لا تحسبوا أن الصراخ يهزنا نحن الذين إلى العلا نتطلع لسنا دعاة تفرق وتشرذم بل للأمام نسير لا نتراجع أهلي وما أحلاه لحن بارع فيه الكرامة كالسرية تلمع فيه الكرامة ديدا وعقيدة فيه العلا ما نبتغيه ونطمع ماذا دهاكم يا خفافيش الظلام وما نرى فيكم شوى أصوات حقد ينقع ما بين أضلاع تهموا بما ترى خيرا ولكن ذاك حقد يطلع متوشحا حقدا دفينا واضحا من عميا وكره ينقع كسحابة تغشى سماء عقولهم حقدا وكرها من قلوب تفزع ممن أقاموا للكرامة صرحها سعيا إلى حضن السهى نتطلع هل لا شهدتم عزة وكرامة ورضا قلوب من نفوس تطمع في أن يكون لنا بكل جدارة دستور نادينا نجوم تستع فتنير في الآفاق أنجم ليلة فيها صفاء قلوب أهلي ترتع عشقا وحبا يا خطيب فمرحبا بنتاج جهد صادق مترفع في كل قلب مخلص لا يرتجي إلا سماء المجد فيها يصطع صرح العلاء بيقلم حسن عبدالفضيل عور أي كلام يتقال بعد هذه القصيدة الرائعة فقرة في حب الأهلي الفقرة بأدين وبتتكتب بقلوب كل واحد محب للنادي الأهلي في جمهورية مصر العربية وفي الوطن العربي الكبير فقرة في حب الأهلي اللي بيقدمها جمهور النادي الأهلي أحد محب النادي الأهلي بالتأكيد هذه القصيدة قصيدة لها معاني كثيرة جدا وكل كلمة في هذه القصيدة بتمثل وجدان ومشاعر كل أهلاوي غير على نديه القصيدة فيها معاني تتعلق بالتاريخ وبالرموز وبالقيمة الكبيرة للنادي الأهلي القصيدة حبا في الأهلي وفي عشاق النادي الأهلي فيها كلام ومعاني وانت بتتكلم عن أي شق للصف وانت بتتكلم عن أن الأهل دائما فوق جميع فوق جميع أبنائه لسنا دعاة للتفرق ولكن للأمام تقدما قيمة الأهل في هذه المعاني وفي هذه المشاعر لهذه القصيدة الرائعة اللي مهما وصفتها بالتأكيد لها معاني كثيرة جدا والفقرات القادمة أو الفترة القادمة بإذن الله من خلال فقرة في حب الأهل أي حد بالتأكيد عنده قدرة أن يكتب قصايد شاعر فيه النادي الأهل بالتأكيد عنده قصايد بالملايين الأغاني والأنشيد المتعلقة بالنادي الأهلي دائما موجودة مش في الملاعب بس في البيوت انت لو دخلت على السوشيال ميديا وشفت كل واحد أهلاو ممكن يكتبه عن النادي الأهلي عاتلاقي فيه شاعر وعاتلاقي فيه أغاني ممكن تؤثر فيك لدرجة أنك تدمع وتعاية لما تسمع هذا الكيام بيتعلق بالنادي الأهلي وبرموز النادي الأهلي وبتاريخ النادي الأهلي وبكيان النادي الأهلي شكرا بالتأكيد للأستاذ حسن عبد الفضيل عوض اللي كتب هذه القصيدة الرائعة اللي تحت عنوان صرح العلا شكرا جزيلا وإلى الأمام دايما يا رب بإذن الله والنادي الأهلي إن شاء الله دايما في المقدمة على الصعيد المحلي والصعيد الإفريقي والدولي حبا وقيمة لهذا الكيام من أجل جماهيره العاشقة لروح الفانيلا الحمراء وقيمة النادي الأهلي نادي القرن الإفريقي الفقرة القادمة تقرير مهم جدا عن مراكز الشباب وفي حديث لوزير الشباب والرياضة ومندوبي مراكز الشباب يتحدثوا عن أهمية مراكز الشباب في مصر ودورها الرياضي والاجتماعي خلال الفترة القادمة نخرج لهذا التقرير ثم بعد التقرير الفقرة الحوارية الثانية مع أحد النجوم أنا بسميها أحد النجوم أو إحدى النجمات اللي عملت رقم قياسي كبير جدا ودورنا هنا في قناة النادي الأهلي بالتأكيد إن احنا نلقي الدوء على بنت النادي الأهلي وهي بنت مصرية على طريق العالمية الكابتن ريم أشرف موسيقى 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 دور اللي بتلعبوا أدوار كبيرة جدا إحنا إزاي ندخل الشباب في الرياضة هو الرياضة بتبدأ من قبل أربع سنوات يعني في بعض الألعاب علميا يعني احنا عارفينه بتبدأ قبل أربع سنوات إحنا عندنا الجنبوز عندنا السباح بتبدأ قبل أربع سنوات بيبدأ من بعد ست سنوات لغاية تقريبا 11 سنة مجموعة من الألعاب أو رياضات بتاخد شكل وبعد كده الباقي اللي هي الأعمار المختلفة فهي المراحل المختلفة اللي احنا بنشتغل فيها على التنمية والتنشيئة المتكملة للنشق والشباب بنشتغل من خلال الرياضة هذا الدمج وهذه التنشيئة يعني الإنسان الرياضي الرياضة بتقاومه من ناحية أو ناحية البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية سلوك الرياضي أكيد بتختلف عن سلوك الرياضي ليه؟ لأن الرياضة بتهزب هذا الجانب الجانب الشيب بالشكل البدني والقوة العقلية والقوة البدنية أكيد الرياضة بيحصل لها تأثير الفرد دائما مع فريق بيسمع كلام المدرب بتاعه ليه أمل وليه هب وليه نموذج يحتزى به الجانب الاجتماعي بتلعب فيه دور الرياضة بشكل كبير جدا تحفزنا للشباب أنه هو يكون من خلال الرياضة مواطن صالح عنده ولاء لبلده وهو ده الرسالة السامية عشان كنا نحن بنعمل المشروعات القومية اللي بنبدأ بيها ولو فيه جزء فوق في الرياضة القومية في الرياضة البطولة تبقى للقوانين فيه بينشأ خلافات واختلافات بنحاول أن احنا ننزل شوية للمستوى الأكبر بنركز ومزارة استراتيجية بتختلف بندخل لحل المشاكل فيما يرتبط بالدولة والبلد وإنما يكونش فيه قدوة غير صالح أنا داخل أساسا بفكرة وعرضتها واتعرضت وإزاي نحنا نطور وما نرتبطش بعمل بيروكراطي براك الشباب شيء مهم جدا 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 وشوفنا سيد الرئيس تتكلم كتير جدا استراتيجية بناء الإنسان فمراك الشباب هي الشيء الحيوي زي الجسم ما فيه عمود فقري زي الجسم ما فيه يعني سباين الكورد ده النقاع الشوكي اللي بيمر فيه الكهرباء من مخ في كل حاجة مراك الشباب موجودة في كل حتة موجودة في المستوى الاقتصاد الاجتماعي العادي والمتوسط والعالي ده مراك الشباب موجود فيه البدو والريف والحضر موجود فيه المتعلم والمتعلم موجود فيه الأسر بعنواعها اهتمامنا ببراك الشباب واهتمام بالشعب المصري موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 وهي قصيرة جسمها صغيرة كده أو ضعكة جميلة جدا كنت بحب أحس أن أنا أكن بسمة أغنية عايزة تعيد وتعيد مش عايزة تبطل فبصراحة فكرني ورجعني أيام جميلة بصراحة مشكلين جدا تقريب ممتاز طبعا كنا نتمنى نقول لك الرقم بتاعك دخل موسوعة الجينس العالمية لكن ده جزئية أكيد أن أستفيد ونتحدث فيها في حوار النهاردة لكن أبدأ معك يا ريم بأنك أنت صاحبة هذا الإنجاز فكرة أنك تنزلي تحت المياه وتحقق رقم قياسي أنت وصلت إلى رقم 56 ساعة وهذا رقم قياسي ممكن تعدتي لعبة أسترالية كانت عملت حوالي 51 ساعة اسمها كريستيان كويل لكن إنك 56 ساعة تحت المياه الفكرة جات لك منين وبعدين أنت غيرت أكثر من لعبة الفترة الأخيرة بدأت بلعبة القراطية داخل الناج الأهلي ثم دلوقتي غطس تحكي لي بقى تشهر عزة تسمعك الأول هي فكرة الغطس خالص بدأ يسكيف من بوايا أنه كان بيختص الموضوع عجبني فأنا اختست معه وكررت أن أدخل في الموضوع بنفسي وبعد كده بدأت التمرين مع كابتن سيد هو مرني ست شهور بالزبط بغاية ما إحنا يعني أول أنا بحبها بمتميزة في أي حاجة أنا بعملها فأنا كنا عزين بنتكلم في أي حاجة أنا ممكن أعملها تكون ما تعملتش قبل كده يكون جديدة فأنا استكررنا على الريكورد ده وبدأت التدريب بقى من ساعتها إن أنا بأتمر أن أنا أعد أوقات كثيرة تحت المية إن أنا يطلع على إيه صبح وليل في نفس الوقت إن أنا إزاي أسرب وإزاي أمارس الحاجات اللي أنا كنت بأمارسها في نفس في الإيفنت نفس تمام طيب في تفاصيل كثيرة يعني أنت أنت عيشت تحت ما يقرب من أكثر من يومين وكم ساعت أنت تقربت تتخش في ثلاث أيام تحت المية حياة صعبة أكل وشرب وحاجات كثيرة جدة ممكن تتقال لكن أروح لولد كابتن ريم أستاذ أشرف يعني فكرتها نفسها أنت مخفتش عليها لما تقعد كل المدة الزمنية دي وهي داخل هذا الأول إيه تماما شايفها حاجة صعبة لأ أنا كنت الآن لها هي يصيبها يأس يعني في فترة من فترة لأن الفترة طويلة هي صغيرة السن دا بيواخد على أنه يجرب ويلعب ويتنطب بيبقى يعني بالليل بينام في حضن أبو أمه حيك تخيل أنه هو يومين أو تلات أيام يعني المضاعب بسهل ولكن بصراحة أنا أول مرة في حيتي أتخيل أنها ممكن تعمل كده ويعني تتحدى نفسها الحاجة الثانية أن يعني ريم إحنا كنا بنتبعها على الشات الكاميرات فوق كنا عندنا بننقلم السطح من القاة للسطح فكنت على طبق من كتر الألأ كنت بحاول أبعد نفسها على الكاميرات لأن كلما باجي نحة الكاميرا بيبقى وبيجي الإحساس يعني رب نستر هل ممكن تطلع دلوقتي؟ المعقولة ممكن تطلع دلوقتي؟ لكن بصراحة خيبة تظن الجميع أنت الآن عليها عشان تطلع ولا أنا عليها عايزة تكمل تحت أنت ما بين الاتنين يعني عايزة تعمل رقم قياسي وخيف وعايزة تطلع بظبط هي عايزة تنجع متعبت بصراحة اللي لي معملته أنا بقول له أنا عشرين سنة عمري عمري ما أقدر عملي مستحيل طيب تنسيت حسب أنت محرك مدرب غطس ومميز جدا في هذه اللعبة وفي هذا الأداء التكتيكي بالنسبة لعبة الغطس أن أي لعبة أكيد فيها أداء التكتيكي وفيها شغل فني بتشتغل عليه اشتغلت إزاي معاها كنحية فنية بقى إزاي تستعد الأدوات اللي معاها الأكسجين اللي ممكن تنزل بيه عشان تقعد في المية لأكتر وقت إزاي بتغير المعدات كمان مسألة التصوير تحت المية وإحنا قدامنا لطوات ليها تصوير تحت المية انت بتوسق ده كمان عشان لما تحت تاخد الرقم قياسي من موضوع جينيس يبقى عندك كل حاجة موصقة من أول اللي صارت لغاية الفينيش طيب حضرك بالنسبة للتدريبات ليريم بدأت بعد انها بقت غطاس عادية لمدة 6 شهور وبعد كده بتبدأ لما بدأت الفكرة ان احنا نعمل موصقة جينيس وكده فالتدريبات بتختلف الغطس العادي كغطاس بينزل ساعة لربع ويطلع او ساعة وبيطلع بيختلف على اللي هتعمل له ريم فبدأنا بالروحة يعني واحدة واحدة على اساس خدنا مدة بتاع سنة ونص لاني كان فيه دراسة برضو في نفس الوقت ريم كان بتدرس وكان عندنا جمعة وسبت وكده وبدأنا معها بساعتين بثلاث ساعات بأربع ساعات وكده لحد ما بدأت اكتمل الوقت اللي انا حسيت فيها حاجات كتير يعني حسيت فيها اسرار فيه صبر جامد فيه هدوء مش موجود في غطاس شفت وقبل كده فده الدافع اللي خلى الواحد يكمل معها ويسق انها هتوصل اللي هي بتعمله اشرح للادوات اللي معاها تحت يعني الادوات اللي اشتركت عنها كنت حضرت ذكرت كلمة اكسجين بس اكسجين لما ما حاجش بيغتص به هو بيبع هوا عادي مضغوط في التانكات الهوا العادي اللي انا بدت نفسه هو نفس الهوا اللي بتنزل به في البداية بتتدرب زي التدريب اللي هو على الشاشة دلوقت ده برع عن التدريبات الاولية اللي هي لما كنا بنوال ست ساعات وثمان ساعات وستاشر ساعة بالويت سوت بالسوت البدلة اللي هي بتتبل لما لما نبدأ بنزل عن كده بتتغير الفكرة وبيجي دري سوت في سوت بتلبسه ما بيدخل لهاش اي مياه جوه تمام وبيبدأ التيم يكبر عشان انا بقى مش هادر اتحمل الوقت ده كان مدرب الوحدي لازم يتغير لان مش عقود معها فيما بعد مش عقود معها الستة وخمسين ساعة تمام فكان لها تيم وتدرب التيم ازاي يتعمل معها كل واحد بالطريقة بتاعته وهي كانت بليل ونهار يعني في النهاية كنا بنوال مع بعض عشان يبقى موضوها كفاميلي يعني يبقى هي عالفاميلي اللي نزل معاها وشافته قبل كده وموضوها نفسي في النهاية تحذير عشان ما تتفاجهش بحاجة مفيش مفاجآت لان هي كانت جاهزة قبلها بس عشان تتاول لان كان الموضوع كله عبارة عن ازاي تقدي الوقت ده يعني تمام تمامنا فيها تفاصيل وفيها حاجات انا اول مرة شوفها في صراحة والناس كلها يعني انا بتهالي هزي الفقرة مختلفة تماما ده دورنا هنا في خارات النادي الاهلي بما انك بنت من النادي الاهلي وبنت مصرية احكينا يعني اليوم ده عشتي ازاي والفترة ده عشتها ازاي اه كان في برنامج زمني انا مشي عليه عشان الوقت يعطي بسرعة اه كنت بالعب دومينوز اه كنت بالعب شوت رانج كان في اه بينج بونج بينج بونج اه كنت بتفرج على افلام وكان في ارائي الكتب كنت داخت الماء او ناس في تاني يوم تقريبا او تاني ليلة او شكرا انا ازلوا مرجيحة مرجيحة او انت جاد هزاري كذا طيب انا سألك على موضوع يعني البينج بونج طبعا اكيد حركة المضرب بتاع اللعبة مع الميا مارست لعبة ازاي اه هم هم يعني الدومرة ثابتة الشطرنجي ثابت او هم كانوا رابطين في المضرب زي حاجة حديد كان اختقيلة وهنا كنا بنلعب في اني كان شغل تحت الماء كويس او اكسبت ولا اخسرت يعني حبة كده حبة كده اول مهم بالنسبالك الرقم القياسي اه طيب اللي قدامي ده ايه انا شايف كان فيه دلوقتي زي مفرش او بتشتغل زي ما يكون غزل ونسيج صح لا اه اه احنا كده كنا بنلعب احنا كنا بنلعب ام طيب وده اش رحين ايه اللي قدامنا ده فيه زي مشامة عشر رف عصرت ده المكان اللي انا قاعد عليه ده اللي فيه حاجاتي اللي انا قاعد عليه اللي انا قاعد عليه اله ستة وخمسين ساعة كلهم طيب اكلك وشربك يعني ايه اللي التخزاية بالنسبة ليك اتنشى ازاي الاكل الطبيعي اللي في الحياة طبيعية فوق ولا كان تحت الاكل الزي لا 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 فيه اه بتبع عصير طبيعية ومية ام هي هم انا باكتب انا معي بورد ده هتباكتب علي انا عايزة ايه البورد بيتلع فوق هم بيجيبولي اللي انا عايزة وبينزلولي تحت طيب لما الدنيا الايالية انا شايف ماسك كشاف بيتلعشان يبقى فيه نور بالنسبة لك تحت المية او هو اصلا فيه نور جاي من فوق ده كشاف كبير هم عملوه بينور تحت بيخليه اكيدنه الصبح بزبط هم الدنيا لو من غير الكشاف فوق والكشاف تحت تبقى دنيا ضلمة بالنسبة لك هتبقى دنمى بالكشاف fed supplies ان تقضى الغتسة متر ثانية اللي كانت الايظام باشتا كانوا صحيحة المصر انا والشعب المرجانية والمكان كان في الغدسة تانية دي في غدسة تانية مش غدسة الغدسة نفسها كان على سألته تانية تمام طيب أستاذ أشرف أنا عايز أتكلم من ناحية الأسرية بسم الله ما شاء الله بنتك بتأكيد أي أب بيكون فخور عنده بنت رياضية بهذا المستوى اللائق ربنا يبارك لك فيها لكن لعبة العديد من اللعبات الفترة الأخيرة وفي الآخر انتقلت إلى لعبة أخيرة أو لعبة أخرى لعبة الغدس شايف تدرجها في هذه الألعاب الرياضية ثم المرحلة الختمية والمرحلة الغدس والرقم القياسي اللي حققته شايف الفكرة إزاي وطموحها هي إزاي كمان ودور الأسرة معاها إزاي نات ساعدها على ده بس حدرتك هو سوري بس حدرتك هو الواحد يعني تعودنا على أساس أن احنا أكد كده بنبذي المجهود فإحنا لو حنا نفترض إن أنا بقى بذي المجهود 30-40% 50% لأنا أخليه 98% أتعب شوية سنة ولكن يكون هدف هدف يعني يعني ليه معنى حضرتك أخبارك إزاي فإحنا متفقين عن هذا المبدأ سيئا بقى كبتلعب كراتي أو سيئا بقى كبتلعب أي حال تاني ولكن بالنسبة للغوص كان له حاجة ظروف خاص خالص لإننا إحنا بسبب إتنقلنا من القاهرة لشارم الشيخ لأن هي كتعايزة تعمل حاجة كتعايزة مخووصة منتقلت إلى شارم الشيخ بدأنا على طول في البرنامج والكابتن سيئت حسب بدأ على طول يكسف شغل على الأساس أن إحنا يعني في الأجازة اللي هي الخطات التي فيها فعلا إنها تتنفذ طب هي ممكن تنتقل عشان تحضر نفسها لكن إخوتها يعني كنت أتكلم معك قبل الحلقة لا أسرة ولهي هي إخوات بنات ومتميزين كمان في المراحل الدراسية لكن إن الأسرة كلها تنتقل لأن المكان عشان مشيح يعني مدينة مميزة يعني بصت خيال حضرتك هي صحيرة بصراحة عشان مشيح يعني اللي بيسوق بيسوق حوالي سبع تمن ساعات عشان يوح يقعد أربع خمس دقيقة تنتقل بقى حضرتك جات لك الفرصة تعطيناك في جهة أحسن من كله طبعا طبعا أكيد أكيد فطبعا يعني لحضر دخ لمطالب الجماهير كل طلباتك أواجه طيب كابتن السيد عايزة تكلمني بقى على الناحية التقنية في الغطس أولا ريم لمبادئة اللعبة معك أو تحديدا الفكرة أنها تنزل تقتص عايزة تكلمني عن ستة وخمسين ساعة النواحي الفنين أنتو اشتغلت عليها معها إزاي أهلتها نفسيا واشتغلت معها من ناحية فنية وعايزة تكلم كمان عن الرقم اللي هي قصرته يعني في العيبة أسترالية اسمها كريستيان قويل عندها 14 سنة اللعبة الأسترالية اللي حققت هذا الرقم اللي اعتبر خلاص ريم قصرته عندها 38 سنة فنتكلم في يعني عوام بيوجية وفاسيولوجية مختلفة تماما مبين فارق الأعمار السينية مبين اللعبة الأسترالية وريم البنت المصرية فضلك حضرك في نقطة معينة كنا لازم نركز عليها اللي هي طبعا من النهار للليل دي هتعد طبعا ستة وخمس هي كانت مقرارة خمسة وخمسين ساعة الأول طبعا هتنال ففي حاجة اسمها فول ماسك فيه ماسك عادي اللي هو بتلبسه فلازم تتضرب ازاي تستعمل ده لوحيدها فده أخد يعني أنا كنت متخيل بقى نهار معها شهر عشان علمها حاجة زي كده أنا ساعتها اتصلت بسرط العميل أشف قلت له أنا نزلت من المركب وغيرت ده ورجعت تاني ورجعنا المركب في 11 دي يعني أنا ما كنتش متخيل إنها ممكن بالسرعة دي لأن فيه أنا متأكد لحد الوقت فيه مدربين غاصل ما يدرونش يعملوا الحاجة دي ينزل من المركب يغير المسك ده ويلبس ده ويطلع تاني المركب في 11 دي فكان فيها قدرات أنا ما شفتهاش في حدي يعني قوية جدا بتستحمل عندها صبر بتسمع وانت وانا بشرح وبعدين بتنزل بتنفذ تمام فده كان أهم جزء من الأجزاء اللي هي بتاعة الإفنت اللي هي لازم تعمله لأنها عايزة تنام عايزة تأكل فلازم تغير من دال ده وكده وعلمها الصبر يعني نقود بقى مع بعض نحاول أي حاجة نقدر ليه لأنه كالفزيكال زي ما الدكاتر قاله وزي ما احنا شايفين طبعا وسهي ما أنا شفت في 16 ساعة اللي عملتهم إنها تلعت ومشيت وبعد 56 ساعة تلعت ومشيت وراحت البيت وراحت صورت وراحت أعملت اللي هي عايزة إنما صاحبة 38 سنة أربعة مارينز شلوها على نقالها ومنقلوها ومشيو بيها طلعت ما طلعت تمام كده إنما دي نمسك الحشب أكد أكيد طمعا أكيد الحمد لله يعني هي أهلت نفسيا كويس جدا لأنني أنا برضو في نفس الوقت في بعض دراست برضو حاجات نفسية للأطفال في الغصف تلعت كورس ثلاث أسابيع وفالمانيا وسبوعين وإزاي أعرف أتعامل مع السن الزغير ده كده مواجزة أجل تتكلم عن مواجزة تمام تمام حضرك فهي أهلت نفسيا لأن الحاجة دي كويس جدا وهي فطبعا في دكاترا دكتور عادل ودكتور أحمد أكدونا إن كل شيء تمام قبل ما تنزل الميا وطريقة التغذية لهم عملوها والتدريبات العادية هي مش محتاجة لحاجات بسيطة بس صبر بقاء ولعب وإزاي نصرف معها وإزاي نقضي الوقت لأنه هو فعلا اللي بينزل ثلاث ساعات معها من التيم كل التيم بينزل ثلاث ساعات ويطلع كل ثلاث ساعات بينزل ثلاث ساعات بينزل ثلاث ساعات ويطلع غارهم اتنين بيجوا خلاص يعني خلاصوا عندهم ويطلع ثلاث ساعات فكنت أنا نخلي نفسي على الجوكر كنت كل شوية أنزل أنا كف فيها وبتاع صح صحة شوية وكده وإن أطلع تاني طيب بريم وأنا أتكلم معك في الحلقة أكيد في مواقف كتيرة وجهتك في أقول في الرحلة التي تخطيها تحت المية ما المواقف صعبة لوجهتك التجربة في شكل عامش فيها ازاي أول حد لله ما كانت فيه مواقف صعبة ورهبني بس أي المواقف الصعب اللحيد اللي أنا كنت خايفة أنه يبغيهني أن أنا أن أنا أزهق أني كدير تبقى في حد ذاتها مشكلة أن يعني المفروض أنهما أن أنا شغل وقتي أن الوقت يعادي بسرعة في نفس الوقت ما يتسبونيش أفكر أنا بدأت أفكر كتير هفكر أتوقف أن أصل بابا وحيشني وماما وحيشاني وكده هزعل هدايق لها التعب مشكلة لأن المفروض أن الحاجة بحيدة لأنا كنت خايفة منها أن أنا يأس أزها طب إيه اللحظة لما تنسهاش اللحظة اللحظة التي قسرت فيها لكم آخر حاجة في الحدث في الإفنت نفسه لا لا قبل ما تطلع قبل ما تطلع قبل ما تطلع من المياه خمس ساعات خمس ساعات ونصر كان معرفش كان فيه سورة أو كده أنها لوحة كبيرة أنها كسرت الرقم أنت شعرف الطايم اللحظة التي فيه تحت ما مش عقل الوقت عدي عدي أنا وساد المرحلة أنا سبت الساعة وما بايتش أبوصي 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 فاشا ما تلاقيش أو تضيق أو تزهائ أبوصي 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 فضل ستاسر ساعة يعني هتقولي ما الملل ده مش هتكملي لا لكن نازم أكمل كان عندك تحدي التحدي والإصرار ده جبتين من ين يارين أنا عايز أدخل في عقلية بقى بنت عندها 14 سنة وبنت مصرية التحدي والإصرار ده العقلية ده جبتين من ين قولي قولي المثال بتاعك فرصة للناس تتفرج عليها عشان تسمع وتستفيد للأمثلة اللي زي كريم بجد دي اللي محتاجة تقصر على الشاشة والناس تسمع لها فقولي قولي التحدي تكين جاي لك إزاي والإصرار ده كان جاي لك على أي عقلية إن هم اللي أقول إن الجنس قالوا إن أنا مش هقدر أعمل كده عشان سألني وإن أنا يعني جسمي ما يستحملش وكده فأنا كنت بتحديهم لتحدي ما وصحت الجنس العالمية لا بجد الله ينور عليك وإن أنا بحبها متميزة في أي حاجة أنا بعملها طيب ليه اخترت رياض الغطس إن أنا بعد أن مجربت مع بابا وغتست معاه حبيت البحر وإن المكان تحتهادي وطبيعة حلوة من زي فوق بقى دوش أو كده رغموكن سن الأطفال أو السن الورايد منك يخاف من الميا فيه 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 نوعات كده كتير يعني أنت ما هنجش عندك مشكلة في ده خالص بالعكس أنت غمرت ودخلت اللعبة وشاركت فيها فيه عام 11 سنة كنت بخاف من الميا معقولة يعني عام 11 سنة كنت تخاف من الميا وحققت رقم قياسي بالغسط من الميا وبدأت تغتس ويعند هتنشر لا كابتن ده فيه نقطة تانية هي خايفة من حاجة ثم بتلعب اللعبة دي وبتعمل رقم قياسي معجزة ده أنت كتب فيك كتب خالب يعني سبب رئيسي في الموضوع طبعا ربما يعني عالم بأنها تعبت وحب أنه ما يخز لاش أكيد الحاجة التانية كابتن سيد أريم بنسباله كان بيقول دي ختام حيات العملية وهي كابتن سيد بنسبالها لو موجود على بابا ولا موجود ممكن تكن منها في التليفونات بس مبايد مش مش دور الكابتن هو زي دور الوالد بالضبط لأن دوره من الشغل فني أو لعبة مدربها بيديها تدريبات وخلاص لا في عامل نفسية مهمة جدا لكن عايز أرجع برضو الجزئية دي انتي بتخافي من موية لغاية سنة 11 سنة من 11 سنة 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 بس كنت مية البحر كنت بخاف منها من ساعدك بخط الموضوع دوت يعني انتي بتخافي من المية لغاية 11 سنة سنة بدأتي شوية شوية تجربي موضوع المية لكن من ساعدك على هذا بابا احكي لي ساعدتها ازاي والله انا كنت ساعد بحيس ان انا بقس عليها بتقس عليها اه كثير يعني حتى هي الصغيرة قبل الصغيرة قبل الصغيرة اه لما طلعت اول سؤال انت حسن انها ظلمتك انت بقى ف يعني لما طلعت وبص اتفجأت مش هايز اعداد الناس كتبدي اعداد غريبة لدرجة في بعض مركب الناس عشان تقدر تشوف يوم طلعت طلع عليها المركب كتبت قلت كتبت قلت ف يعني طلعت انا متأكد انها كتعبانة وتعبانة جدا حي خبرك ولكن منظر الناس والتصفيق والمعنويات اللي اخدتها من الناس خلها طلعت مش يتعذر ميليها مش وكملت معنا حوالي 4 ساعات واتصور مع الناس ومع الصحفيين واتباعوا تمام طيب كابتن السيد حسن يمكن ريمك كلمة في نقطة ان هي الاسرار والتحدي والعزيمة ده كان تحدي لموسوعة جينيس في جزئية الناس ممكن لسه مش واخد بلها موسوعة جينيس بتأكيد لها خطوط عريضة وتفاصيل معينة لازم تتفق عليها مع الموسوعة قبل ما تبدأ تخوض المغامرة في التوقيت اللي انت بتحدده بالتنصيق مع الموسوعة عشان امور كثيرة جدا عايزك تشرح للناس موسوعة جينيس عشان تاخد الرقم القياسي ده ويبقى رقم قياسي ويبقى اعتمد محتاجة ايه وليه الموسوعة ما اعتمدتوش كرقم قياسي اللي خليتها في الاخر يعني تقصر حاجز التحدي والاسرار قدام الموسوعة جينيس العالمية هو احداك بالنسبة للجهة الادارية كان مسكها سيد العميد اشرف وطبعا انا كنت متابع في نفس الوقت بس اما ابلوا وراءها يعني مش متقبلش يعني وهي اللي كتبت لهم والاجابة السليمة الصحة كنت مع سيد العميد اشرف لانه هو كان مسك الموضوع الاداري انا كنت مسك موضوع الفن فهو اللي طلبينوا منها يعني طلبوا منها ان تنفس كل شيء اولا زي ما عملته الغطاسة الاسترالية انها متعلقش عند 5 متر يعني 5 متر ما توصل لهاش دي حاجة ده التنفس الحاجة التانية طلبوا حاجة واحنا طلبوا حاجة واحنا متأكدين منها ان التانية ما عملتهاش ان طلبوا تسوير طول مدة الغطس بدون انقطاع ولا ثانية واحدة لو في ثانية واحدة اتقطع التصوير يعتبر الغطس بردو وعشان يوصق يعني حطنوا ما عرفش بعشان يعني حطنوا حاجات كتيرة ووفقوا على انها وكتبت في عورها ان هي 14 سنة انها 14 سنة في كل شيء في كل كلمة بتكتب وفي رخوصها اللي اتبعتت انها جونيور ادفانس اوبن ووتر وفي كان مصور طبعا في الإيفنت بتاعها وعلى ورقها الموافقة بتاعتهم تمام وعلى هذا الاساس كنا شغالين ونزلنا الميا عادي يوم 3 ساعة 9-9 ونص وطبعا احنا شغالين في الميا ما نعرفش حاجة ان ليه لان دي موجودة في الميا وانا موجود طبعا بتابع مع التيم وشغالين وكده وفي النهاية وهي في الميا طبعا بلع 12 ساعة بعتوا على الايميل بتاح انها يعني بالزبط كده ان ورقها غير مبول الاول احنا وصلنا ورقك وبنذكره ازاي يعني بتابعوا الورق بتاح وهي لسه في الميا لسه مطلعتش ازاي هما رسيف للاوراق بتاعتها وللا افنت بتاحها وبعد كده لأ انتي ما تنفعيش كل ده هي لسه في الميا مطلعتش يعني شيء خرافي يعني حاجات كده بس الموضوع بسيط جدا كلمة 2 بسيط 24 14 سنة لما تعمل رقم زي كده وتكسر تمام 8 سنة الرقم بيسجل باسم مصر وما ينفعش حد يكسره الا 14 او اقل ما ينفعش 15 يعني بمعنى يعني يعني بيطبق عليه يعني الرقم ده قريبنا عملت حقيقة رقم عشان حد يكسره لازم نفس عمرها ونفس الشروط تطبق عليه كل حق وازغر منها اوازغر منها لكن ما يكونش اكبر بالضبط ف لو حصل الموضوع ده مصر بس انا اقول حك انا عارف بنت كويس وعارف الاوروبيين وعارف خدمة من رابع المستحلات هتلاقي حد 14 سنة عام كده انا عارف تمام فكان حواني 99 و 19 في مية لن يكسر وحطم هذا الرقم مدى التاليخ منوجة نظرك لماذا الموضوع رفضت اعتماد الرقم وعلى فكرة هو برضو رقم مش منطقي او فكرة مش منطقية من الموضوع مصر حدرتك ريم بعت لهم ودفع الفلوس هي اللي بعت وبعتوا موافقة رسمية ورقية وقعدنا حوالي شهر ونص جبنا كل المطلوب المعدات المطلوبة بدأنا ندرب جديا وبدأت تعم ارقام طويلة فجي في مره ممثل مصر قال لي هو ريم طلعت في اي برامج قلت له هتيت طلع برامج قال لي ممكن تبعتلي اللينكات بتاعت قلت له كيه بعتها انكل ده مثبت في الاميل فخمس ديام بزرط لقيت تليفون جاي بيقول في مشكلة في انجلترا والهيد كوارتر مش موافق وعايزين لقود نحل الموضوع بهدوم مع بعض حسيت ان الموضوع هتيت قلت له كده الكلام انتهى اي كلام يبعا مستشاري قانوني وانا معان الموضوع قانونية انا بشتغل صح الموضوع التاني مكملت اكبرك حاجة مش طبعية بصراحة الرقم اللي حققيته بالنسبان يعني اهم من الموضوع جينس يعني الناس لها شافت وسمعت وقارت وسمعتها بسدك الاكاون بتاعها كان حقوب لحد يوم اربعة يعني الاكاون مفتوح اكتف لحد يوم اربعة انها شغالة مستنيين مستنداتك لحد يوم اربعة بعد ما نزلت لغا الساحد الساحد الساباح حداشر وتسعة وعشرين دقيقة هيرجع كون خلاص قلعب تتلعب ولكن احنا اهم حاجة عن ده بنتين افراحتنا هم عارفون انها حققت الرقم فقالك الدنيا تقلبت لما حسوا ان فضلها 14-15 ساعة وتحق تجننه مكنوش متوقعين هم اخدوا الفلوس وقال كل حاجة وقال لخلاص هي سيبها هي هتقلع ساعتين وتتلع في شرك قانوني في المسألة دي تستانف عالقرار ده ولا خلاص الموضوع ممتهى عشان نستبقى بس عارف المسألة دي ماينفعش منظمة دي تجي مصر وتخدع مصري لبقى احنا خسارة فيها ونحن عايش في البلد هقريم هجل ان شاء الله هنقضيهم جوه ونقضيهم في الخير ووراهم ووراهم اكتلست ان احنا هنكشف كل التلعبات قدام الناس عشان بعد كده مشوف من المسؤول يعني اتحاد الكرة مسؤول في جهة مسؤولة عنه بتحزبه ولكن مين اللي بيحاسب الناس دي ان هما يبيعوا ويشتروا كده مين بيحاسب مفيش حد بيحاسب طيب طيب ريم يعني والدك والكابتن اتكلموا في امور مهمة جدا طبعا انت خارج عنها لانك لاعبة لكن التحدي ده خليك تكمله وتحقق عليه رقم قياسي كبير جدا لما عرفتي ان الموسوعة رفضت اعتماد الرقم القياسي ده قابله على الجانب الاخر استقبال من وزير الشباب والرياضة التكريم من مصر بقى من وزير الشباب والرياضة يعني الاستقبال ده يعني او التكريم ده شفتيه ازاي والوزير لما قعد معاك وتكلم معاك اه 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 وعزي اعرف انطباعك عن هذه الزيارة اه اكيد كنت فرحانة جدا اه يكلمني يعني كان بيقولي ان انا فخر المصر وان حتى جنس اه لو حتى لو اعتمدوا الرقم او ما اعتمدوش ان انا كده فرحت المصريين وان انا عملت اللي علي اه اه والوزير الديك درق تكريم اه اه دكتور عشف صبح اه وكانت يعني اتكلم معايا وكانت دفع معنوية كبيرة اه كتفاييسة وكنت فرحانة ان انا فعلا حسيت ان انا قدرت افرح بلدي وان انا عملت حاجة تفرح الناس وتفرح اهلي وتفرح يعني مصر كلها انتي من نسبلك على المستوى الشخصي والنفسي التكريم ده بالتأكيد دك انت باعه يعني تكريمي من بلدي اهم مئة مرة من اي طبعا اكيد يعني انت شايف المسألة دي ازاي برضو والوزير قال لك ايه في سياق الحديث شوفت الحديث ازاي والوزير قال لك ايه او وقال لي ان انا قال لي ان حتى لو جنس اعتمدوا الرقم او لا ان انا كده عملت اللي عليا وانا كده عملت حاجة لمصر وان انا فخر مصر موظبوط يعني فرحانة كلمة فخر المصر دي يعني انت بتتألم حمد صلاح فخر مصر وفخر العرب انت بالنسبة لي كمان نفس المعنى بيتألك او كانت افهم عنوية كويسة طيب وانحنا بنعرض لقطات اللي ناس شافتها منذ قليل وانفتحت الميا يعني الميا يعني الميا عرفنا او العصير الطبيعية او الحاجات دي اوكي لكن الاكل يعني الاكل ما بيبقاش فيه اكل عشان ما ينفعش يبقى فيه علياف في جسمي. إشرحيلي الموضوع ده كنت بتأكل إي طيب. ما كنتش بيأكل كنت باشرب. كل مصروبات. كان كل مصروبات عصير فرش. كان بيبقى فيه حاجات بيهطولي عليها عسل. إنه هو يدفي الجسم. ووفناش لوقت يديني طاقة إنه نقدر أكمل. طيب نمتي في الستة وخمسين ساعة؟ أكيد. أه طبعا نمتي. بتنامي إزاي؟ أنا عايز عرب برضو وإنتي نايمة. الطائرات المية أكيد ممكن تحركوا في مكانك. ولا بتتسابتة في مكانك. أنا عايز بس المشاهد يفهم في الستة وخمسين ساعة وإنتي تحت المية لما كنت بتنامي. الدنيا كانت بتنسبة لك ماشاً؟ المكان اللي أنا فيه مكانش بيبقى فيه طائرات مية. لا. لا فيه طائرات مية. لا لا. لأوليها السرير ثابت. أيواني السرير. سابت. بس هي مش بتوبة نايمة السرير كده. هي بعد ما نايمة السرير بنبدأ نشيل من عليها الأسقاء اللي هي مثبتتها وبينشيل التنك اللي على ظهرها وبتستعمل التنك الأرضي اللي هو بالفول فيس بتاعها وبتوبة مربوطة بحاجات معينة نوع من أنواع البلاستيك كده مربوطة به وهي لما توبة نايمة مش بتوبة مراحة على السرير لا بيبقى ده على ظهرها يعني هي نايمة لو شاهد إنما الحملة على ظهرها على بالعكس. يعني حزيك هي بتوبة كده بس في الأربطة كده يعني. تمام. تمام. فلما بنشيل الأسقال ما عليها بتعلها هي سويا عن السرير يبقى إنهم التحميل على الظهر وجميع الأسقال وجميع التنكات إتشالت من على ظهرها فهي بتوبة فريا يعني. طيب. فريم لما كنت بتنامي كم ساعة مصري؟ آآ أطول مدة نمتقت أربع ساعات. أربع ساعات؟ دي أطول مدة؟ آآ. طب الفواصل الزمنية بين كل مرة وانت بتنامي يعني كنت بتحسيبها ازاي أو ليه بتنامي أربع ساعات أو تلات ساعات أو ساعتين وبتصحي؟ صحيب. مجدore تغير العوامل الطبيعية اللتي أنا أت خلقت إن انا عايش فيها. سورة الماء تحت الماء لما قسرت رقم العلامي وما هي اليابطة مكتوب فيها كلام بالإنجليش؟ نعم كل واحد كتاب لها كلام لا إنها سرين هندرد معناها الساعة واحدة الضوح توسق اللحظة لأنه شرط أساسي من شروط الأفل وده السرير لقدم من القطسين وده المركب ده كله بقى عنطف المية لما قسرت الرقم بقى كله فرحان قبل ما تتلع بخمس ساعة ونصف ريم اللحظة اللي تلعتي فيها من المية أول حاجة عملتها إيه بعد ستة وخمس ساعة أجبكالين بعد خمس ساعات ستة وخمس ساعة يعني إيه اللحظة اللي عملتها وما تلعتي من المية يا أول حاجة عملتها قلعت المسك بتاعي بشلت الرجلته المبقي يا أول حاجة عملتها أول حاجة عملتها أول مكالمة تلفونية كلمتي مين كلمك كان فيه حضن كبير أول لاحظة بنته كان بابا إيه المشاهد باقي كانت إزاي سعيدة قولي اتكلمت لا حضاني والأول سألني زي ما قال حقتك سألني إنه سألني في حاجة أطولة بعد كده عاية تخلني بحاجة لحظات مؤسرة فعلا لحظات مؤسرة طيب إيه رسالة اللي تحب توجيها وإحنا عندنا بنت مصرية حققت رقم قياسي سواء اعترفت دي موصولها الجينس العالمية للأرقام القياسية أو لم تعترف استقبال وزير الشباب والرياضة إيه رسالة اللي ممكن تقولها في اللحظة دي لريم أو لأي لعبة أو أي حد رياضي عايزة حققت رقم قياسي بإسم مصر اللي بيحب مصر لازم يتعب عشانها وده مش كلام وناش عرض بالعكس لأنه مش هينجح إلا لو كان له ولق البلده زي ما له ولق الأهله لكن سقط ولق من الاتنين مش هيضرحها عايحة مش هيضرحها عايحة مستحيل ربع المستحيلات لما ريم السبب الأساسي أنا بقول لحيك قدامها هو السبب الأساسي أخلىها عاملات كده وأصرد شافتني في الفترة الأخيرة بأتكلم مع مصر الجينس كتير واتنرفز بقيت أبقى أبص في حنيها أقول لأبص أقول لأ أقول لأ أقول لأ مستحيل لدرجة أن أقول لأ لو شفتوا صابعي ده عمل كده تسرهوا لي لا تسمحوا ليش أن أطلع فحنا قدام مقاتل سعقة أطبير أولا داخلها كبات خاصة طيب أريم برضو أريد أسألك على جزئية الدراسة أنت فتلت عدادي إزاي بقى بتواصلي مبيه الدراسة والرياضة والإنجاز والمعجزة التي عملتها 65 ساعة أطمية عندك مذاكرة وعندك مدرسة وعندتك تغيب مدرسة 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 أيها المدرسة مدرسة تتعلم موسيقى 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 من دلوقت بنبدأ فيه يعني ده هو إحنا دين هنا تشارك بوجودنا معها وبالإنجاز اللي عملته وعازين نعد تاني بردو نيجي هنا ونقول إحنا عملنا إيه تاني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ريم كلمة أكيرة في ختم هذا الخوار تحب تقول إيه في ختم هذه الفقرة أعز أقول لكل ناس اللي دعمتني شكراً إنهم كانوا يعني سبب كبير في الموضوع ده نجح وأعز أقول لكل ناس اللي في سني إنه هم لو عندهم موهبة معينة حاجة هم متميزين فيها لازم يتلقوا في حاجة مفيدة لازم يجربوا إنه هم ينفعش يقولوا إنه هم مش يقدروا لازم يجربوا لأول وبس طيب سداء الشرف كلمة أكيرة نفسي ريم دي تبقى مليون ريم في مصر تماما تماما كده الإنسان المصري يقدر يعمل المواجزات نفسك كده يعني عايزين نور الغربة بقى يعني نبطل نحن نتوهم بالعلم ملون وشعر الأصفر لازم نوريهم أنتوا جايلكوا جيل هو ده ده الجيل اللي جايلكوا ده اللي حيبقى في الدم كابتن السيد حسن سيد كلمة أخيرة تحب تقولها لريم ولكل رياضيين بشكل عام لريم أنت يعني رفعت رأسنا وشرفت مصر إن شاء الله يكون فيه أكتر من كده تالي ومنتظري منك معجزة تانية أكيد إن شاء الله أكيد بإذن الله إن شاء الله مشاهديك أهلات الأهل في كل مكان فقرة حوارية بالتأكيد كانت مختلفة تماما في فكرتها وفي مضمونها وفي تفاصيلها معانا معجزة يعني ريم أشرف أنا بقول بنت مصرية على طريق العالمية لكن معجزة بتعبر بجد عن طبيعة الإنسان المصري والطبيعة وإحنا بنتكلم عنها مش بنتكلم على إنسان فيه سنه أو حتى كبير متخطي مثلا سن الرجد أو حتى متخطي عام التلاتين أو الاربعين لا بنت مصرية أو عقلية الإنسان المصري عندها أربعة عشر سنة وعندنا أعمار سنية قال لي من كده كتير فيه تفاصيل وفيه أفكار عندهم أكتر من كده عشان البلد دي بالتأكيد هتقوم من خلال هذا الجيل اللي بيبدأ مشواره سواء فيه بقى المشوار الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الفني عندنا طواقف كثيرة جدا داخل المجتمع المصري فيه أفكار وفيه عقليات تقدر بإذن الله تخط البلد بالتأكيد على مصاف الدول العالمية فيه مجالات كثيرة وفيه تقدم تأمور كثيرة جدا ودورنا هنا في قناة الناج الأهلي نلقي الدوء سواء هي حتى كمان بنت من بنات الناج الأهلي بدأت لعبة القراطي أو حتى على لعاب أخر أو حتى اتجهت إلى الغطس لكن بالتأكيد الأندية المصرية والناج الأهلي فيه أمثلة كثيرة جدا لو توفرت لها الإمكانيات هتقدر تحقق أرقام قياسية ويكون عندنا رياضيين على أعلى مستوى أنا بشكرك شكرا جزيلا فقرة بجد مفيدة جدا للمجتمع المصري والمجتمع الرياضي بشكل عام لكن ما تروحوش بعيد الفقرة القادمة فقرة مختلفة أيضا معنا الكابتن خالد العودي المزيع اللامع وعنده فقرة استثنائية مع نجوم لعبة السكواش عدد من اللاعبين المتميزين وأيضا المدير الفني المتميز لعبة السكواش والحائل عديد من الألقاب منذ أن تولى المسؤولية كمدير فني الكابتن ناصر زهران ترجمة نانسي قنقر نفسها الخير نفسها الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وجماهير النادي الأهلي النهاردة معنا كل مرة بيكون معنا أبطال من النادي الأهلي بيكون معنا أبطال عالميين وأبطال دوليين وأبطال محليين والنهاردة معنا أبطال من لعبة فردية لعبة فردية محققة إنجازات كتيرة داخل النادي الأهلي وعلى المستوى العالمي محققة برضو إنجازات كتيرة جدا 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 دائماً وأبداً كلنا بالحب اللعبة دي وحبناها من زمان لقام بطولة الأهرام من قام كبف الأحمد برادة وهي لعبة السكواش والنهاردة معنا ومعاكم كابتن ناصر زهران المدير الفني ورئيس جهاز السكواش في الناد الأهلي كابتن ناصر مساء الخير معنا تلات نجوم من تلات لعبين كابتن أحمد محمود مساء الخير وكابتن رانا هشام مساء الخير كابتن برهين القبان مرأك ايه كله تمام كله كويس كله تمام كابتن ناصر نبدأ مع كابتن ناصر ونشوف أبطال السكواش ولعبة فعلاً يعني بتحقق حاجات كويسة جداً على السعيد المحلي والدولي والعالمي كابتن ناصر هنبدأ من أهم حدث حصل النهاردة ونجمنا مصطفى عسل نجم الناد الأهلي وتحقيقه لي مداليا أولمبية خارج أولمبيات الشباب وتخش الأول استعراضية وفي السنغال 22-22 أعتقد أنها تخش لبقى لعبة رسمية كابتن ناصر تقول لي على هذا الإنجاز بتاع كابتن ناصر طبعاً هو الحمد لله يعني النادي الأهل طبعاً هو صاحب إنجازات في جمال العلعب وكلمة اللي سكواش بصفة خاصة طبعاً مثل مصطفى عسل وكريم عبد الجواد وعندنا أبطال عالم الحمد لله على مساء وعلم كتير ويسرب وكمان لا ننسى يسرب عادل لسه وصله دوره تمانية في بطولة TOS Open كمان يعني خلال مينيمة يومين فالكلم على مصطفى عسل هو بيضاف إلى إنجازات ولسه وقت بطولة العالم الناشئين تحت 19 سنة فرج وفرة النهاردة بيكمل المسيرة بتاعته والحمد لله بيكسب بطولة شبهة أولمبية وبيكسب جميع الناس في محجب يأخذ منه جين دي حاجة طبعاً إنجاز يضاف إلى النادي الأهل برئيسة لكابتن محمود الخطيب طبعاً كابتن كنت بكلم معك أبل الهواء وبنتكلم على بطولة شرب الشيخ وبطولة البلاك بول وبكلم حقاً على البطولات دي فقدت لها عندنا 17 بطولة عايزين نقولي 17 بطولة سريعة وعندنا بطولات إيه بالضبط في السكواش عشان بتناتكلم مع الأبطالنا الموجودين معنا طبعاً الاتحاد السكواش ممكن أعمل سنة حاجة جديدة جداً يعني كان كل سنة عندنا 17 بطولة بتقابنا مشاكل كبيرة جداً بدأ يستنف البطولات البطولات الكبرى والبعدية والبعدية بطولات الكبرى اللي هي بطولة الجمهورية والمناطق اللي هي قيرة واسكندرية أبو بور سعيد أدي ثلاث بطولات بخلاف خمس أندي عملهم من أكبر فئات منهم طبعاً النادي الأهلي ونادي وعد دجلة ونادي سموحة ونادي سبورتين ونادي الصيد دول الخمس بطولات الكبار اللي هم بيخشوا في النقاط أعلى نقاط بالضافة إلى اللعب عشان تصنيفه خلال المسيرة بتاعته طبعاً كل لعب بيختار البطولة المناسبة لي والنقط على أساس كل لعب بيحاول اللعب في الموسم حوالي من خمسة إلى تسع بطولات على أساس بها دولة الترتيب والتصنيف اللي يساعدوا أن يخشوا مع متخب مصر في جمال البطولات الخارجية حضرتك قلت حاجة مهمة إن اللعب هو اللي بيختار هل اللعب يختار ولا النادي اللي بيختار أو لتين مع بعض الأول إحنا منشوف مصلحة اللعب فيه ونقض معه ونكلم معه أنت تلعف البطولة ديت أو البطولة ديت وفي الأخير لو اللعب ليه رغبة وإحنا نحسين اللي الرغبة ديت غير مناسبة لي أوه طبعا إحنا من اللعب الأول أخير اللي نعيد طبعا يعني كابتر إبراهيم قل لي لقيت في أي بطولة بلاك بول لقيت بلاك بول أه قل لي بلاك بول دي بقى يعني البطولة كانت عبرها عن إيه وكان مي معنا جوة البطولة دي البطولة دي كان في نفس الوقت كان في بطولة بلاك بول وبطولة شارم الشيخ نظبوط فيه ناس يعني قالت انها تروح بطولة شرم الشريخ فيه عدد لعيبة بيكونوا في بلاك بول مش موجودين في شرم الشريخ فهو الصراحة كان اسهلي وبالنسبة يعني حاجة بالنسبة لي انا كانت احسن لي ان انا قلع في بطولة بلاك بول يعني ما كنتش عايز يسافر الصراحة فبس طب قولي بلاك بول كان اسعب مطشوتك فيها صراحة الفاينل كان من اسعب المطشوت اللي ابتهى في البطولة ولأ يعني هو الحمد لله كل المطشوت من اول دور 16 وهي مطشوت يعني تيلة مطشوت مش مستهلة مطشوت مش سهلة عليك اه يعني كابتل احمد محمود لعبنا في شرم الشيخ الحمد لله مزبوط وبرضه قلنا ان فيه حاجة جاية تدريب مع كابتل ناصر قال انت تبقى مدرب قريبا او انت مدرب وليعب بس عايزين اخد خبرتك في بطولة شرم الشيخ اخبارها ايه ايه اللي حصل لنا بطولة شرم الشيخ الحمد لله احنا استعدنا كويس للبطولة ويمكن طبعا بتوجيه من كابتل ناصر كابتل ناصر ملمة بكل امور سكواش يعني محليا وعالميا فكان رايي كابتل ناصر ان احنا نشترك في بطولة شرم الشيخ بالفول تيم او بال يعني البعاد الاكبر من اللاعبين لان بطولة يمكن مفيش على اللعيبة زيادة او مفيش ضغوط نفسية على الولاد فكان اختيار كابتل ناصر ان احنا نشارك في بطولة شرم الشيخ والحمد لله بتوفيق ربنا طبعا احتكرنا يمكن اكتر من 90% من الكووس بتاعت البطولة ومركز كله احنا اخدنا الحمد لله فان دايما تعرف حركة النادي الاهلي بيدور على المقدم فاحنا يعني بنحمل اسم اكبر قلع رياضية في الوطن العربي وافراقيا فكان لازم نبقى قد المسئولية والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نحنا نعمل نتيجة الحمد لله هاي رانا باركيه باركيه وليا رانا بصلتي ملعب لسكواش ازاي دخلتي ملعب لسكواش ازاي في نادلة روحتي لعبتي ليسكواش لي كنت ملعب كده مع العيبة في ملعب برا النادي بعدين قابلت مدارة معنا نتكلم واتكلم بابا اي وكده بعدين خررنا نروح نادي الاهلي عشان هو كتدريب احسن والعيبة وكده فمن سنتين نروح تنادي الاهلي لا مش نادي الاهلي اللي عبتي لسكواش لي يعني شمينا لسكواش مرحتيش لهاي تسباح عليه ولا هتشلع بفردية مرة تانية يعني حاجة تانية ليه احساسا اي حاجة مختلف يعني يعني مختلف عن رياضات كثيرة بزات القوانين بتاعتها وكده فانا حبيتها وكان عندي صحاوي بردو بعد انا في مكسل وقت فانت حذب كان مع بعضيكم عملت ايه في شرم الشيخ ايه خدت قبل الحمد لله خدت اول ايه الحمد لله اصعب ماتش في شرم الشيخ كان الفاينل فاينل وكل فاينل هو فيه مشاكل وكانت ملابة الاهلي بردو اتنين اهلي اتنين اهلي كنت برشي صعب عليها حافظها صحرا كنت ناصب كنا حافظين بعض ايه باعو بس في حاجة كمان ابراهيم نيسي اولى يعني ان امكن احنا في بطولة اه هو بلع مع واحد اسمه كريم البرباري من نادي ودي ديجلة فكان ابراهيم كسبو في بطولة المتازة الكندرية فبطولة ودي ديجلة لام حرف التوفيق وفسر منه فانا ابراهيم كان رائع معنا اه شرم الشيخ ساس هو الكريم الاب هنا وانت هترق بنا ساس النقط بتاعتك تباريبا مبعد ما بعدين اللي عايزين يبدع نجول خسارة شوائي فلاقلت عنده ارد التحدي قال اخيبت ان انا عايز اجيبه اه حيب جد والله انا عايز اقابله واحكسب وفعلا اخلاص جواه اهد وفعلا انا كالمحل السخة فديد الضفلي طبعا يعني حياه هما حياه لابراهيم سؤال مهم بكابت الناصر لحياة شخصية رانا بتقول مفتورك ونترقين فاعي ملايك لا انا بطلخ واملا انا بطلخ يساولون وممنوع مانا بطلخ للا ان كان اب عادي او ام ام عادية الفانية لأن أبو والأم يلعنها شوية كمدربين وهي لها مدرب تاني لها مدرب ممنوح أن يروح يتكلم تاني خالص يعدم ده على بعض وإنه هي تكسب أو هي تكسب هو ندي الألف الأخير هو الكذبان فما بتفرش معنا خالص خالص بيكون إحساس مختلف لما بتلعبي مع واحدة بتتمرني معاها وتلعبي معاها وقت كتير؟ بيكون إحساس مختلف جوة الملعب؟ أنا بحس إنه الضغط عليها بيقل عشان ما أعرفها وكده ومعرف تلعب إزاي ولعننا مع بعض كتير قوي فتبا حتى يعني هي صحابتي برضو فتبا ماتش يعني حد أسألت في سؤال ده؟ لما ده خلصت الماتش إلي حصل؟ أسللنا على بعض ومعديها لما تلعنا بره بدينا عدينا مع بعض شوية وعدي إنه إحنا بقى غيرنا لبسينا وكده هو ده أولاد النادي الأهل؟ مزبوط؟ قولي يا إبراهيم لعبة فيها مجهود بدني وزهني عالي جدا 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 اللعبة السكواش دي حاجة معروفة يعني قولي بتصارع ده إزاي؟ بتقابل ده إزاي؟ لا هي الصراحة يعني في الموضوع ده بالذات يعني هو الموضوع ده على كل اللاعبين اللي بيعابل السكواش فهو الصراحة يعني إذ أشتر والأجدى هو اللي يعرف يستحمل أكثر هو اللي يعرف يوازن مواعيد تمارينه ومواعيد نومه ومواعيد الدراسة بتاعته والأجدى بقى هو هو اللي هيقاتل بك أخر هو الملك في النهاية لا هجي لها في وعيد الدراسة أو حاجة دي قابل رحمة قولي كم ساعة اللعيب السكواش يتمرن ويفضل يتمرن عشان يوصل على مستوى محلي سم دولة سم عالمي شايف موجود نظركة دي مدايا اللعب يحتاج من على تلات ساعة مثلا في اليوم على مرتين يتمرن مثلا مرة الصبح ومرة بعده يتمرن فتنس مع مدربه وبعد كده يدخل ملعب سكواش يعمل فوتورك يمشي لوحده شوية عشان يبقى فيه كنترول أكتر جوه الملعب يعني ايه ماشي لوحده يعني عندنا عشان لعبة فردية فدايما اللي بيبقى عنده كنترول أكتر جوه الملعب هو اللي بيبقى يعني بيبقى نسبة فوزه بالبوينتس أو بالنقط بتبقى أحسن بتبقى كورته دايما مصبوطة كورته دايما بترجع في مكان صعب بيبقى دايما عمل بريشر على اللعيب اللي معه جوه الملعب فده بيحتاج ان اللعب يبقى وايف لوحده في الملعب كتير ويبتدي يمشي هو لوحده كتير ده زائد تمرين المدرب تمام وبعد دور بقى طبعا كابتال ناصر كان يعني بيبقى دايما مأسر لنا التمرين على جوزئين بعد دور اللوات بيجوا كلهم يعملوا تيم ترينيج مع بعضه يلعبوا جيمز مع بعضه فأنا طبعا ثلاث ساعية في السوخ وثلاثة بعضه لا ساعة ونص ساعة ونص ده سكواش بخلاف بقى الفتنس بتاعه في نفس اليوم اه يعني مقسمهم هما هما اللعب دور انتبعدهم انتبعدوا في البلعبة اه نقول لما دور يعملونه سرائل ويناءوا فيهو النادي صحيح يتعاموا فعلا ومشوم الحمال يعني من هنا بجد والله يعني أولاء أمرهم ليهم دور كبير جدا فعملية تنظيم الوقت بتاعهم الدراسة وكلام من يعني من منط مثلا وبابا كمان بطل اسكواش محمد الأباني وممط ومدام رحاب طبعا اسكواش باردو اه هم وجان دماغي على طول بالتلفنات يعني يعني انتبس باردو بس مدام رحاب ازاي فبس دمان حرصاء علي وعيزائي بقى كويس طبعا ودي حاجة بتصويت من الأب والأم بخلافنا المتابع هم متابعين كمان أي نواقس بيكملوهانا ومعانا عشرة على عشرة بخلاف طبعا مامتها هاي النهاردة جالها مستنيها بره ومصرغت هنا وبابا أحمد يعني بصراحة اسكواش دي أسرة جميلة جدا وملاحد مخصوطة هم موجود في وسط النزال لا انا بقى اتكلم ابراهيم بزاد في الدروس الخصية اللي عنده في البيت قول لي يا ابراهيم ازاي يعين تروح للسكواش عشان ماما وبابا اللعبوا سكواش لا الصراحة انا بدعت اللعبة دي عشان بابا زمان كان بطل في اللعبة دي هو اللي خلاني حبها الصراحة ابتدنا سكواش منوان عندي خمس سنين كل سنة عن سنة كنت بحب اللعبة أكتر لغاية لما كبرت وحسيت ان دي خلاص دي بقيت حياتي هي كده هي حياتي فلعيدنا كويس او لعيدنا كويس في بقى دروس خصية في البيت توعد بقى وفي كلام البيت بابا وماما وكده تعليمات ولا بيسبوك انت ومدرك صراحة لا هو صراحة يعني على حسب كل بطولة مثلا والموت بتاعي يعني مثلا في بطولات ساعة لما بخصر بكون مش عايز اتكلم بكون محتاج حد يكلمني يقولي الاخطاء اللي انا عملتها عشان مثلا ما قررهاش تاني بطولة اللي اللي بعديها كده على حسب كل بطولة وبطولة يعني دي نحيي اجابية نسبلك مش نحيي بريشر بيفيش ضغط عليك لا لا خالص خالص مستمتع انت بالموضوع ده انا بصراحة يعني حابب الموضوع حابب الموضوع موضوع خلاص مفيش وشكلة برانا قليلي الكابتن ناصر بيقول ماما هي الشايلة تقريبا الحامل الصراحة يعني هم قسمنا في بيت يعني ماما فيها اللي بتاعا تتكلمني مثلا ديما اشد اكتر وكده لكن بواي مثلا اوال دايما بينصحني مثلا ايه الصح واذي غلط وكده بيكلمون بي فنيات السواج لا يعني دايما بيكلموني بيكلموني عن التدريب مثلا او حي يعني مثلا بيكلموني عن بذل بواي مثلا يكلموني عن حسب طريقتي في المرعب الحاجات دي لكن امامتي هتوا قولي اتمراني اجمد وكدا لكن مش اللي هو اتمرانتي واحد يعني يا عمروما هيتحط علي الدقة ان انا لازم ااااااااااااااااا لازم لازم اي قولي اي عادي جدا قولي ولا اكترا عدينا علي هادية انا يا عمروما بيه هزقوني او حاجة لو كانت مران tout بيعتاش عدراحة بخالص ما شاء الله دي حالي كويسة خليبانك برضا بس بقدتوا لي اي ما وقعت شوريا ااو هما الاتنين حاجة مهمة جدا في الحياة بصراحة كابت لحمد كان زمان ايامي ايام زمان ايام زمان يعني كان عن طولة الاهرام بالزبط بطولة الاهرام وكت انا واحد من الناس بستمتع جدا بلابس سكواش وابتفرج وكابت رحمة البرادة ده عالم كبير فيه ليه البطولات دي مش متكررها ومفيش شهرة زي زمان ما عديدش عندنا البوش القاوي ان احنا يعمل بطولات زي كتا ليه اوالله مش لسبب معايا ان احنا يعني احنا يعني احنا عامل حالة عن سكواش المصري كله يمكن برضو كابتال مصر من احل يعني من الناس اللي كانوا مدربين لأحمد وكانوا معصرين لأحمد وكانوا معاه دايمن فيمكن برادة هو كان يعني الشعلة اللي نوارت طريق السكواش للمصريين انهم يحبوا السكواش ويبتدوا يدخلوا للسكواش ويبتدوا يلعبوا السكواش اختفل بطولة الاهرام شوية لحد ما احنا بتدينا نرجع تاني لقمة السكواش على مستوى العالم بالنسبة للسيدات والرجال وابتدى عمر مانسي عندنا مجتهد وبيعمل بطولة جونا كل سنة بطولة نكحة جدا ومن اقوى البطولات يمكن السنة دي بردو فيه كزا بطولة بي اس اي محترفين وهيجي فيهم اقوى العيبة في العالم يمكن بلاك بول عمل بطولة بردو السنة دي بي اس اي دولية كان فيه بطول سكندرية دولية كان هتتعامل بردو بس ما حلفهمش الحظ يعني ما كاملتش وكده بس يعني احنا بمخطو بخطة سبتة ان شاء الله ان احنا نستعيد تاني البطولات العالمية جوى مصر ان شاء الله عشان ده يمكن اقل حقوق الابطال وليا العالم كله يتكلم عليهم عندنا ان ال Top Ten في الرجال عندنا ستة موجودين المصريين و ال Top Ten في السيدات بردو على حول اربعة اوخامسة بردو فييمكن احنا بنحتكر esseقواش على مستوى العالم كله ستة بال Top Ten هناك احدى بلا هذي من terrorism كريم عبدالجاد موجود كان نعم نعم منحنا مبدا عرباة في العالم طبعاً كان بطل العالم كان ترتيب الإنبياء واحد لمدة سنة ونصف على مساوى العالم طبعاً تحاجة كويزة جداً طبعاً عندنا اللي جاي إن شاء الله عندنا الكابتان حمد حسن يمكن بدأ يخش لأتي في الخمسينات عندنا هيقرب إن شاء الله طبعاً عندنا كريمة علي فاتحي جبنا السنة دين برضو في الخمسينات وعندنا مصطفى عسد ما شاء الله عمل هيفرق معه لقد كان بلعب في كندا ووصل في البطولة وقبل كده الروح في الأرجنتين وكسب بطلتين من هناك من ثلاثة يعني لا الدنيا مشى كويز جداً هنشوف أمثال عمر شبان وكانين عبد جايد كتير في نادي الأهلي في وقت اللي جاي أنا حسس في إبراهيم طالع وفي عندنا مصطفى كمان طالع وفي عندنا اللي بقى في عالي الطوخي وفي لعب لا في كتير جداً في نادي الأهلي يعني إن شاء الله المستقبل اللي جاي أتلاقي النادي الأهلي دوت أنا عنده على أقل قامة ستة لعيبة نغنيه فوق يعني وبعدني الحمد لله إحنا السنادي يعني النادي الأهلي بقيادة الكابتن حروف عبدالقادر نشاط رياضي ودكتور ريا ياسي مصير عملنا مساعد عمل قوي جداً لنا مساعدين جداً جداً جيبوننا النهار يعني ساعدونا في اللعيبة كتير جبناها السنادي الحمد لله يعني اللعيبة اللي جات ميادي الأهلي مش جاينا عشان سكواشوا بس حباً في نادي الأهلي ودي أهم حاجة عندي طبعاً يعني هم نجيين يعملوا إنجازات لنهارة زي ما تكون زي النهاردة إبراهيم وزي عرانة طبعاً يعني لا لا للنادي الأهلي إن شاء الله وفي القريب العاج يعني قبل منسة كمان يعني إحنا عندنا في 11 سنة وكلش من نعمل حاجة خالص خالص نحنا نهاردة 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 عندنا مثلاً نفي بطولة شرم الشيخ اتنين داخلين في سنة في 11 سنة علي رحمة ووسيف الرفاعي هذه اتنين من من 12 سنة كان قبل كان وكانش عندنا داخل نعليش حاجة خالص عندنا رقاية عصام كاسبة بلاك بون امرأة واحد في 11 سنة ما شاء الله يعني لأن عندنا فيه تأوي يوسف سالم تالت في 11 سنة هتنسى الأسماء لأنك كاتبه عصباً جزء عني كابتر إبراهيم قلنا بتوفق زي بين الدراسة وبين الرياضة ده سؤال مهم جداً وفي نفس وقت قولي بتدرس ايه أنا على نظام الأمريكن وبصراحة الموضوع ده بقى واجه فيه مشاكل كبير بقى غياب من المدرسة بحاول أعوض الغياب ده مثلاً فعنا تفسينا كان بالزبط أنا في تانية سنة تانية سنة بس يعني بصعوبة بحاول أوفق مثلاً ما بين التمارين ساعت بقى يكون عندي تمارين قبل المدرسة بخلص مثلاً التمارين وبعد كده روح على المدرسة بعد المدرسة على طول مباشرةً بروح على التمارين فالموضوع الصراحة بيبقى متعب بزيادة عن اللزوم حتى في أوقات الامتعانات بيكون فيه يعني اللي هو مثلاً ممكن أوقف تمليم مثلاً لمدة مثلاً ثلاثة أربعة يام يعني ده أخري عشان فعلاً يعني رياضة السكواش عمتاً حركت يعني تغيب مثلاً عن الملعب أو ما تمسكش مضرب مثلاً لمدة يومين حركت كده وكأنك مثلاً إيه غيبت سنتين فعلاً غيبت سنتين فضل لف المدرسة طبعاً طبعاً في أيام بروح النادي الأهلي نادي الأهلي طبعاً موفر لنا ملعب طول الوقت 24 ساعة ساعة بروح النادي الأهلي الصبح قبل المدرسة أخلص 6 صبح أه زي السباحة حاجة مضائبة جداً في فهل ساعة كده بخلص تنبيني أطلعاً مدرسة بخلص المدرسة مباشرة ما برجعش على البيت بروح على التنبين سواء بها كان فتنس أو عندي حاجة في نادي الأهلي أو في حاجة طبعاً المنتخب أو كده برس بخلص يعني بالعافة لما بيكون عندي تمبين في نادي الأهلي أنا ساكن في الشيخ زايد فبيكون عندي مشوار بأن أنا بروح من نادي الأهلي لغاية الشيخ زايد هو سعيد مدرستك في الشيخ زايد تمرر في أهلي الجزيرة ترجع لا مدرسي في الطريق الصحروي كمان يعني يتمرر ستة صوب ترجع مدرسة لا دي حقيق مش بتاكل في النص لا أذكر شموضاء أكل أساساً ولا بتاكل في العربية لا أولاً الأكل طبعاً دي عمل أساسي طبعاً في التمرين أمثاً لا في أكل في أكل في العربية صعبة 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 فعلاً أنا أقول لي بتعملي إيه في اللي يقولوا عني اليوم يومك إيه نحن فعلاً بنبدأ الصبح ونرجع بيد بالليل يعني بروح مدرسة على حسب موايد الساعة كم ساعة بروح متأخر أو بروح التمرين بعدنا روح لمدرسة وبعدها لازم صاحة لازم أذاكر شوية عشان في مدرسة آي جي يعني سيسم البريطاني يعني أنا بس في القعدة دي كده وفيش خروب فيه بس في الوك أنز بقى بس بس أنا أنا عارف حيات ريادي صعبة بس نزل انت هراف فعلاً انتوا فعلاً بتتعبوه جامد جداً عشان تكونوا أبطال أبطال النادي أهلي وأبطال العالم كابتن رحمد داولي سكواش اللي جاي سمعت من فيه محترفين كتير بقى داولي صعب صح هنعمل إيك لا إن شاء الله يعني كابتن ناصر برضو محضر لأنا دور الأول يمكن إحنا برضو من أول بالنافس برضو على إن شاء الله صدرت الدوري والفوز بالدوري بإذن الله يمكن كابتن ناصر محضر كده مفاجأات جميلة إن شاء الله للدور التاني في الدوري إن شاء الله تعجب الناس وتكون البداية إن شاء الله نحسم لقب الدوري ويرجع تاني الدوري بين جدران دوري السكواش بين جدران والنادي الأهلي إن شاء الله مرة تانية وبعد غياب طبعا حرك عارف إن إحنا قعدنا فترة كبيرة أوي السكواش ما كانش موجود ملعب سكواش في النادي الأهلي دي حية خريطة روحة سنين كتير مجرد ملاجع من بداية من موسم 2016 2017 وتولي كابتن ناصر زهران رئاس الجهاز السكواش أعتقد حصل طفرة رهيبة في السكواش للدوري قطع ناشئين وقتع ناشئات وكنا كادرين قبل كده لابنين قطع كبير شايف استعاداتنا للدوري كانت السعادات مناسبة طبعاً الحمد لله نحن نبدأ الإعداد بتاعنا من أول ما نخلص الموسم بها شهر خمسة نحن نأخذ بقفل الماء العيب عشان التحانيات والدراسة والإجازة أول ما نبدأ خلاص يعني الحمد لله نبدأ من خمساشر ستة استعداد منها وحصوصاً أن الدور يبدأ شهر تسعة عملنا استعداد جامل جداً حضارنا فرقة جاملة جداً وطبعاً يمكن الناس عارفة كلها خمس سنين الأخار دول نادي ودي دجل هو المسيطرة على اللعبة السكواش طبعاً بما أنه كان عنده إمكانيات مالية كويسة وعنده جهاز فنين بكرة لكابتن كريم دارويش أعتقد كابتن كريم دارويش هو المسك النشاط الرياضي المسك النشاط الرياضي وانت عارف هو كان بطل عالم صبعاً فكان عيانه كويسة طبعاً عارف يأخذ اللعيبة عنديها المعينة وعمل القاعدة كبيرة جداً هو اللي ماشي عليه الآن ومخلام متقادمة عنديها ما فيش حد كلمي نفسه حالاً أنه أخذ منه اللعيبة هو كان مسيطر كل اللعبة كان بريج عنه الحمد لله ممكن أنا كان فكري ممكن باحتراف شوية لازم شوية نادي الأهلي مش نادي اسمي كبير جداً هو لازم بقى يخش في الدنيا دي كويسة وبعد الملاعب باتعملي على أعلى مستوى طبعاً نادي الأهلي بدأنا نعمله ألأ بدأنا نقول للنادي الأهلي جاي لكم خلي باركم يعني إن في حاجة جاية إن شاء الله ودوت اللي بيحصل فيها يعني الحمد لله بدأنا مطشينا لسموحة سنة فريقها نكسبنا السنة دي احنا كسبنا الحمد لله بلاك بول جاب لعيبة كويسة جداً جاي معنا وكسبنا برضو بيجيوا محترفين من بورا كابتل؟ مين اللي جايب محترفين؟ واجد إجلا جايب محترفين جايب بنت وجايب جايب لايب كويس جداً بس مش فكرة اسمي هو دراكس مصنفين مصنفين عالمين جداً نادي هليوبلس جايب كول وجايب أماندا صبحي أماندا صبحي بابا مصر بس عاشي في أمريكا من أحصي لعباتها على مساء العالم فبدأوا حتى التعاقضات الداخلية جايب بلاك بول دوت جاب سالما هن احنا عندنا كريم عبد الجواد وعندنا ياسر بجبناهم ونجبنا كريم عالي فاتحي لكن إن شاء الله بإذن الله بمساعدة النادي والنشاط الرياضي هنحاول نجيب لعيبة برضو محترفين هزاس يبدو قوة للفريب بإذن الله إن شاء الله دراونا أوليلي مين مسأك الأعلى في سواش؟ في الولايات درامي عشور في منات رانيم أوليلي رانيم أوليلي؟ ما معنى رانيم أوليلي؟ عشنا احسابة معي والعبارة مختارة معي إسعادة والعبارة الجميلة ونسم كلما تحبوها هل عشان في الملعب؟ شوية لا، قيبا يجب مصين بغايا لا، لا، تكتبا ليس الرياضي طائبة لا، لا foxًا إسعادة الحدوء في الملعب يحتاجوا وطبعاً في الوقت تبقى له الأحدوء يجدها سائقة في نفسها ويجدها تكون في الملعب شوية وتتكتبا تتصرف صح فطبعا بس احنا عزين بقى ان ديها انجرة عكده جرعت حماش وعي كده وروح انا شفت العيب فلسكاش بيضربوا البضرب في الارض بيعملوا حاجات جمدة جدا بيعملوا حاجات جمدة جدا مش نوعية العيبة دي مش او الزمان كنت وتعصب قوية لكن بيت بقى العكس هادية هادية دلواتي اه ابراهيم ايه شاكلك عصب انا؟ اه لا 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 مش هادية يعني صح من العيب راجل او في الملعب او بياكل الملعب بياكل بلعب بياكل بلعب بياه لعيه حيئب بياكل الملعب ازاي اصلا اه اعني صراحة وجهة نظر كابت النصر الزهرون ان انا اي اه مفيش حاجة عندي اسمها اللوه ده ا اجمد اه اجمد مثلا مني فانا خش مثلا مش هلعب أو كده هو اصده مثلا انا بخش يعني في التمرين زي مبلع فالبطولة زي مبلع في التم infantryling زي مبلع في اي حت بس اه ديه rancher قل لي يا ابراهيم مين مسلك الاعلى في السكواش أنا الصرحة محمد الشربوكي محمد الشربوكي أعتقده في امريكا دلاتي أو في بطولة دلاتي في إنجيترا وصفاينل تلاتيبا بطولة امريكا دلاتي نتابعه نحن لكذا بعدنا كان محمد الشربوكي قعد معنا فالشربوكي ستفرج علي فرج علي بالليل فنلول توفي يا رب كابتن أحمد قل لي مين أن دير منافس عندنا في الدولي اللي حنت ختم فيه يمكن أكبر منافسين لنا نادي وادي ديجلة زي ما كابتن ناصر إيل نادي سموحة نادي سبورتينج اسكندريا طبعا والأهلية هيليوبلس هم دول يمكن الحمس أنديا اللي بيبقى دايما في منافسة شرسة ما بينهم على لقب الدوري وعلى الدرع العمل الدوري بسوء يمكن وادي ديجلة المحتكر الموضوع بقاله شوية زي ما كابتن ناصر إيل لأنه لم نظموعة كبيرة قوي 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 من اللاعبين وأقوى اللاعبين كمان لأنه لمسك الإدارة الفنية حد بطل عالم حد اسمه معروف على مستوى العالم فلسكواش بس إن شاء الله يعني زي ما كنت شائل كده نحن بمستعدين وربنا يكرم إن شاء الله ونقدر السنة دي نرجع الدوري تاني من اللي يعني إن شاء الله هترجع الدوري السنة دي أو هتسافر السنة دي؟ سؤال صعب سؤال صعب صعب سأعرفت ان ان شاء الله هتاخده مجال التدريب إن شاء الله طبعا أولا يعني إنت عارك بتتحلي الفرصة أنا أشكر كابتال ناصر زهران هو اللي رشحني للمكان ده أو للمنتخب السعودي وإن شاء الله يعني نكمل نحاول إحنا نكمل الموسم السنة دي مع الأهل إن شاء الله وبعدها إن شاء الله نبتدي بقى تدريب المنتخب السعودي بإذن الله كابتال ناصر حاجة محترمة أول للمنتخب بترشح الموضوع ولين شمال رشحت فتنحبت؟ هو الحمد لله أنا ممكن لوحد من شغله في الخليج في الكويت وعلاقتي بالسفر للسعودية والسفر لأمجن كتيرة جدا فطبعا الناس عندهم ثقة فيه الحمد لله يعني ما بيهوزوا أي حاجة أو بيعملوا معسكات داخل مصر أو خارج مصر بيكلموني وممكن أكن الكويت أو قطر أو السعودية وعندي صديق كده المسك المجرد فان السعودي كابتال سامل الخطيب اسم جويل جدا في السعودية فهو من الناس اللي لأيمن يعني تصل بيه على طول فهو تصل بيه وقالي أنا محتاج اثنين مدربين يجو عشان مرن ومتخب السعودي فأنا شايف أحمد يعني عنده دمخ كويسة جدا في مجرد التدريب والسنة الفتد مرن معنا بس السنة دي لك نعيز ألعب شوية فهو من الفرصة إلعبت بيه فبناء عنه أنا اتصل بيه أنا لدي مدرب جايز جدا وممكن في الحتة انت عيزة في السعودي هو دوت الرجل المناسف المكان المناسف وبناء عنه عملنا التصلات وكلمة أحمد وتعالي اللي انت شافه تصرف أخه أكبر لنا وبناء عنه اتفاقنا الحمد لله وممكن انه عشار 12 بإذن الله هيبدأ من مجرد السفر إن شاء الله وانا تملل التوفيق ويبقى لنا دلع كبير في السعودي من أبناء النادي الأقل وممكن معنا هناك إن شاء الله رانا أوليلي في مواقف دايما بتقبلك في الملعب السكواش ايه أصعب موقف قبلك في الملعب السكواش أول مرة كان أدخل في المنطقة يحد يضربني في الملعب أو يبقى فيه إلعيمة يعني تزنق يعني يضربة كبير يعني يضربة كبير يعني يضربة كبير تحسبهم يلا عشان منتعار خلاص لا قولنا بجدة فاهمينا يعني إيه السوق بتاع الناس عشان نستعرف هناك جمهير كبير متابعينة ما تعرفش كبير فاهمية تزنق عليك جوة الملعب يعني هي هتخليني مش قادر أدخل للكورة براحتي تسس الكورة تسس الكورة عشان يبقى المضرب ثالث في لعبك مزبوط كده وان هو ما يضربش فيها مثلا وان بلعب الكورة تأخر هنالعب مثلا أنا ازدقين يعني مثلا في حاجات كتير أوي فالولايات حركات من اللي رانبتول عليهم دي ان هو مثلا هو يعمل يعني هو مثلا اه يعني هو مثلا أنا نوت الضعفة على الفورهند مثلا هو يجيب لي مثلا كورة على الفورهند ويخلي مثلا أدخل من أوصع طريق مثلا أو من أطول طريق أو من أرخم طريق بمثلا مثلا ممكن كوع مثلا تلاقي كوع تلاقي كوع تلاقي كوع في وش حضرتك مثلا طب أنا عايز أعرف حاجة بصرا اللي أنا علميه لسواية الزمان كنت ملعب مستعمل زيكو أبطال عظيم تبسيك نص الملعب دي أهم حاجة عندك فهن تبسيك نص الملعب هو نص الملعب بقى أكثر نقطة تدر توصل أي حتة فالمرعب أول ما توصل نص الملعب أنت قرأي من أي نقطة فالمرعب مزبوط كده؟ نحبك قولي يا ابراهيم ما فكرتش في احتراف الخارجي أي واحد فى الدنيا بيفكر في الاحتراف؟ قادي حقيق بس الاحتراف الخارجي عندنا فى الاتحاد المصري هو أول نقطة بيفكروا فيها هي بطولة البريتش أوبن البريتش أوبن دي بتعمل كل سنة في شهر يناير بيتحدد عليها مين هيتلعوا البطولة دي طبع أول أربع بطولات على التصنيف المحلي للمنتخب مصر يعني هي بتبقى بطولة طبعا منتخب بيشارك فيها أكتر من كل دول العالم وبعد البطولة دي هي بطولة العالم المصطفى عسل دولاء ابن دي الأهلي كسبها السنة السنة دي 2018 دي بعد بطولة العالم بيبقى بقى حركة احترافي اللي هو البي اس اي دي اللي هو نسركم الكبار زي مثلا محمد الشرباجي زي كريم سامي فهو يعني احنا لسه صغيرين يعني الحد بي بتفكر في دخل أكيد ناوي ناوي تمشي تمشي طريقة إن شاء الله شكلك هتسيب الدراسة لا هو السكواش يعني يعني الصراحة يعني فيه هو واحد بس ما عارف يوفق ما بين اتنين وده صراحة يعني هو فعلا مسائل الأعلى في الدراسة مع السكواش هو كابتن عدي فارغ هو راح يعني درس في أحسن جامعة في العالم في هارفورد وبعد لما اتخرج من هارفورد دخل التابتن فأقل من سنة دخل بعض أحسن عشر لعبين في العالم فأقل من سنة ودلوقتي هو تصنيف رقم اتنين على العالم فهو عارف يوفق ما بين ده وده ازاي اراد اراد صاحب اول دموك بجوله اه طبعا لكن عالي فارج بصراحة قسر القاعدة وورر للناس ان انت مكتمع ناجح في الدراسة وناجح في السكواش كمان فدوت لازم كل ان نستخدم قدوة ليهم ويعرفوا ان عمر ما الدراسة تعوقك عن ان انت الوصول الهدف انت لو عايز هدف محدد هدفك ايه مفيش حاجة توقفه خالص 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 ها دي ارا تلعيب ندقل دي احمد قولي اللعب اسهل ولا التدريب اسهل بصراحة الاتنين صعبين بصراحة يزيل الاتنين اولا انت كلعب شكواش طبعا بذات لما بتكون من احسن لعيبة في مصر زي ابراهيم قباني وزي رنا عليك دايما ضغط طول الوقت انك عايز دايما تبقى رقم واحد عايز دايما ما تنزلش عن الحت دي فدايما بتبقى مضغوط في تمرينك مضغوط نفسيا انت من جواك مش عايز تنزل مش عايز مستوىك ينزل عايز تبدل دايما مستوىك مرتفع ودايما في المقدمة يعني وبالنسبة بقى كمدرب طبعا اكيد انت بتبقى دايما عايز العيب بتاعك احسن العيب في مصر يعني وبالذات انت كمام مدرب في الناجي الاهلي في دمد جهاز فني على اعلى مستوى احنا الجهاز الفني اكبر جهاز فني في جمالة مصر العربية بالنسبة للاتحالي سكواش عموما يعني اولا جهاز الفني بتاع تلسكواش يمكن كل الموجودين في جهاز فني النادي الاهلي كلهم ابطال سكواش قبل كده وكلهم لعيبة يمكن كلنا اغلبنا من ولاد النادي الاهلي برضو يمكن داللي كابتن ناصر يعني خلق جاوه من الالفة وجمع جيل كامل من نعيب سكواش اللي كانوا موجودين في النادي زمان ويمكن هما دلوقت المدربين زي كابتن محمد فريد كابتن اسلام عادل كابتن محمود عبدالقادر طبعا من اقوى مدربين السكواش في مصر فـ الموضوع صعب فعلا بالنسبة للاتنين بالنسبة لي كلاعب او كمدر بس لاعب males اللعب اسهل حاجة في الحياة اللعب أ suffering اسهل حاجة ومعنيش مصورية صح ؟ بالضبط عرف ياSL لأن اللعب النهاردة ليس مسرل عن نفسي لكن المدرب يكون مسرل عن؟ عن فريق والحاله نفسيا لو كنت مضخفت فيها حياة أثنائها كبتن ناصر ماذا تريد الان ذلك، كما تريد ذلك المساحة من الكبار الذين قدامًا؟ تدريب والتضبط والالتزام 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 والتزام والأززال والفنان للحمران، كانت تصوير الفنان النادي الأهمية. وما إذا أرى أني تريد الروح الفنان للحمران لديك، وما سأرى؟ كم؟ قد تأتي إليك، أنا أريد أن نسvحين. تعرف هو العملية في الدوري بس في الدوري المصوات قم بترجع و عند رقصة لكن في التليفزيون، لا سوف نعمل أن نحصل في كل شيء صح طب أقول لي يا بنارلح الولادة عندنا في المرحلة اللي جائعة النهاردة إحنا عندنا أبطال Вид و ما شاء الله أنت بتقول playlist ملنا علىiel كل اشتركوا في القناة 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 مين فيه مقطع. انت بس تلازم عملها كده عشان مدوع البيت يقع فيه مشكلة. لا لا فعلا الصراحة هم الاتنين فعلا. دعوتي لي برا ماما. موازن اموره ده. ده بيوازن اموره لازم. طبعا لازم اشكر كابتن احمد عبدالخيلي ده دفعني هو اللي مساكتني. على فكرة احنا الخيالي دعب للنادي الاهلي ومدرب في نادي تاني. وبيجي مخصوصا النادي الاهلي عشان نمر بعض لعبة النادي الاهلي. عشان بيحب في نادي الاهلي. لازم نشكره طبعا. نشكره جدا جدا جدا. طبعا كابتن احمد عبدالخيلي. كابتن محمد فريد. كابتن محمد علي. بتشكل جهاز الفني. طبعا كل. وكابتن ناصر طبعا على حبياني. كابتن احمد. كلمة اخيرة لجماهير النادي الاهلي. دايما جمهور نادي الاهلي في ظاهر العابته وفي ظاهر كل الرياضات الموجودة وفي ظاهر النادي. نحب نتمنى انهم دايما يبقوا في ظاهر السكواش شوية ويهتموا بالسكواش شوية ويركزهم على السكواش شوية. كلمة اخيرة بحب طبعا اشكر مجلس دارة نادي الاهلي برقاسة كابتن محمد الخطيب على مساد بيته للسكواش دايما. وكابتن ناصر زهران رئيس جهاز السكواش في النادي على وقفه جانبنا شخصيا. ومشاندته ليه طول الوقت. يمكن كابتن ناصر كنت بلعب دور تمانية في بطولة شرم الشيخ. يمكن كان مشدود قوي عايز نكسب ومهتم ان انا اكسب الماتش ده عشان اوصل سمي فاينال. عشان يكون المربع الزهبي الاربع العابين اللي موجودين فيه. اولاد النادي الاهلي ومن النادي الاهلي. وكان عامل اعلق جامد اوه عشان اكسب الماتش ده عشان حمده اللي ربما وفقني. وانحقاله اللي هو كان عايزه ان احنا نبقى المربع الزهبي اربعة من النادي الاهلي والاول اربعة من الاهلي. وبشكر حرك جدا على صلافات جميلة دي. بسي رب لك يا احمد. كابت النصر كلمات أخيرة وسريعة تقولي إن لعبين كل سكوش في النادي الأهلي أقول أولاً جمهور النادي الأهلي طول ما أنت سنت للعيبة وسنت للمجلس الردارة واللعيبة وأنت اللعب أغم واحد في أي لعبة في النادي الأهلي أقول للاعبة النادي الأهلي أتمنى منكم كلهم تبقوا أبطال وعلى مساء عالي جداً أتمنى لهم يا رب كده كله تعفيه وأقول لهم أنتوا تلعبوا في قلعة جيرة جداً لكادة النادي الأهلي دي عشان تخشها وتلبس في النادي الأهلي وتلعب اسم النادي الأهلي دي ده حاجة لا تقدر بالمال فأتقلب لكم من اسم النادي الأهلي ولازم تتمرنوا قويس لتلتزموا التعليمات وفي النهاية خالص إنه من يكتهد ربنا لازم يكرموا في النهاية طبعاً تقولي إي جهازك الفني؟ إي جهاز الفني إحنا في بداية الموسم أنتوا وفيتوا وفيتوا زي ما بيقولوا كده يعني الحي يعني أحي صورة معبرةً يا إي طبعاً بذات رأي الله بصح مرده وفعني يبتروني العزال فأنا بقول لهم يا جماعة أنتوا أنا عارفاً أن أنا بضغط عليكم جميل جداً وإسعاد بكنارفز عليكم جميل جداً لكن في النهاية خالص إحنا في النهاية بندور على مصلحة النادي وتأكدوا أن منتوا كلكم بالنسبة في قلبك ولكم بحبكم كلكم ويا رب كده تبعوني مساعد وتخلوا النادي أهلي أحسن نادي في العالم أولي أمر اللعبين أولهم أنتم السنة الأول قبل الجهاز الفني وقبل أنا شخصياً أنتم السنة في اللي إحنا بنوصل لي دوت أنتوا لنا أنتم ما كانش يبقى في إبراهيم ولا في إرانا أنتم بتتاحوا وقتكم إن كان معنوياً أو مادياً أو في كل حاجة فطبعاً أنا لكم مني كل شكر وتأذير وأتمنى طبعاً أن أولادكم كلهم يبقوا أبطال بس أنتم بس خليكم من ظهرينا وسنة بينا وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل بإذن الله مجلس سعودات المادل أهلي؟ أه نعم أه نعم أه الصعف جيدة تلاقي كلمة تقول للمجلس أتقل للمجلس أتقل لكم أقول لهم أنتم هاي سنة جامت لي يعني بالسفة الشخصية أه ما فيش حاجة طلبناه وأنتوا وقفتوا ما عملتوا هاش لينا أه السورة؟ السورة إيه اللي حقيق على طول السورة اللي حقيق على طول كابتن دوت أنا يعني أعرفه وأنا لسه ناشئ طبعاً يعني وكان يعني قدوة للناس كلها كفاية بس ابتسامته ديت لنا هي دي بتتخلي الواحد وقف ده كويس جداً يعني فربنا يديره الصحة ويخليه من يدي يا رب كابتن مواصر كابتن أحمد كابتن رباهيم كابتن رنا شرفتونا ونورتونا يعني يعني المساعدة جداً جداً النهاردة مثل معنا أبطال في السكواش حققوا إنجازات وبيحققوا إنجازات ولسه حققوا إنجازات قدامنا كتير إن شاء الله تابعونا دايماً من السبت الخميس والأهل ليلة من سبعة لعشرة شكراً وإلى اللقاء اشتركوا في القناة